اشتركوا في القناة 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 فانل فانس 7 ري بيرث ليس فقط ديمو حتى اللعبة كاملة انت عادل لعبت الجزء الثاني من الديمو الابديت اللي نزلوه حق جونون صحيح وش اسمه انا وخالد لعبنا اللعبة الاساسية انا في اللعبة الاساسية وصلت جونون وتوني مخلص من كل السايد كوست اللي فيها ما دلت خلت المدينة حق جونون انت جونون اللي في الديمو ايه اللي في الديمو ايه بس شو براود فيو حبيب قلبي يعني ما كان صعب بس اوكي نبدأ عندك عادل اوكي اوكي وش سويت في الديمو ترى على فكرة اظنه شوية مختلف عن اللعب الاساسي مانعوا قالوا انهم مغيرين فيه مغيرين فيه اوكي تبدأ في المنطقة بتكون هذه اول منطقة مفتوحة ديابوها في فايل اف هانسي من الريميك بشكل عام تدخل في انك بتكون في الديمو الاول تكون في مدينة كال شكلهم هما في مكان نقزوه في الوسط او مون في مكان انا بتأكد في مكان نقزوه في الوسط يعني انك تطلع انه من زي الكهف ومنطقة كده مفتوحة خضار واشياء زي كده يعني تشوف البحر في الزاوية فالمنطقة انه هو يقول لك انك انت تروح منطقة اندرجونان طبعا هو من البداية فيه تروح في مزرعة تشوكوبوت قابلها في الطريق تقابل تشادلي تشادلي اللي كان موجود من جزء الاول كان يعطيك مهام وشيء زي كده هم مواضح انهم في ذا الجزء او الجزئية هذه في الدمو يبونك تجرب كل الشخصيات بداية من كلاود نهاية الى ريت 13 انه كان اخر شخصية انضمت في اللعبة المهام اذا تشادلي يعطيك الظاهر اعتقد حول السبع مهام وخمس مهام متنوع ما بين شخص وشخصين بحيث انك تجرب كل شخصيات كلاود تيفا بارت الى اخر شيء وفي بعض المهام انا شفت حتى واحدة انت قريبة منها سويتها لها علاقة بال منستر هنت او صيد الوحوش يقول لك توصل في هذا الوحش في البداية اول ما توصل يجيك زي معاك زي الجهاز يجيك اتصال من شخصية ايوه يجيك اتصال شخصية حركة حلوة انه يعطيك معلومات عن الوحش ويعطيك قصة انه صار كذا وهم عشان كذا انتقلوا في هذا في لور حطيلك يا ايه ويعطيك ثلاث مهام اللي لاحظتها حتى الان انها شبه شبه متكررة ما انا متأكد هل كلها بتتغير لا لا انا الى الان انتكررت معاي بالضبط انه يقول لك سوي برشير في برشير وفي ستاقر ايوه واهزمه قبل ما يخلصه ايه ايه كانت واتقر يا تسويهم كلهم مع بعض في نفس المتال او انك تعيد او انك تسوي كل واحدة منهم او ثنتين منهم ايه وبدين تعيدها مرة ثانية في مرات تقول لك مثلا اه هذا يعني اهزم الوحش قبل يسوي حركة معينة ها ربت ايه اول ما تدخل اندرجونان انه في لا لا انت تبدأ اندرجونان على طول لا لا انت تبدأ تخرج من كهف بعدين في منطقة مفتوحة شوي بعدين انتل تخلص المهار المطقة المفتوحة خضار هي اللي تقولها خضار خضار مو خضار مرة تح جونن المطقة اللي كذا فيها جمامة جونن تقريبا ايه اللي أنا مخلصها مية بالمية ايو ايو هذه لانه ما تذكى فيها خضار مو كلها خضار يعني في مناطق كانت فيها خضار وتراب وبحر وحديد طايح وقطاع كذا اي انا ممكن انه الوصف حقي كان ملخبط شوي يعني فبعدين توصل اندر جونن من البداية فيه شخصيات تتقابلك في بوس فايت حسنوا انا اشكرهم انه محسنوا وش بوس فايت اللي اسمه الفير اوف ديب اعتقد اسمه اللي بوس اللي فجرن اللي كان خطبوط كذا كأنه سمكة كبيرة راسها انت هود لما تقابل ذي يوفي في الدمو اه اوكي انا ما قابلتها في اللعبة ما قابلتها في اللعبة اوكي اه طبعا هما واضح انهم غيروا اشياء كثير اه مون كثير يعني غيروا اشياء في اللعبة من اللعبة الاساسية الوريجنال اه لانه في اللعبة الوريجنال معروف انه كان مثلا عندك شخصية يوفي تعتبرون شخصيات جانبية هنا لا خلوها من شخصيات اساسية فخلوك تقابلها اه انا في ارجع وقول من الاشياء اللي حبيتها من فعلا فانسي سيبن الريميك في ناس احطوا لهم هيبة يعني مثلا في اذا بتكلم عن الريميك مثلا بجيبها هنا يعني التاركس كانوا ما لهم معنا يعني الشنرا سبيشل يونت من يعرفيش تحسوهم ملطشة ضبطوهم خلوهم التاركس خلوهم في الريميك خلوهم لهم هيبة هنا نفس الشي لما جابوا لك هذا الوحش يسمونه ظاهر فيروف ذا ديب اعتقدك اسمه هذا الشي لما تقابل في الريميك في العذر في النسخة الاصلية الفانسي سبعة وتسعين كملطشة تدخل تصقع وتمشي هنا خلوه لك فايت وانك لازم تعطي اوامر وهذا يضرب وهذا من يعني عطوه عمق زيادة فبشكل عام حمسني على اللعبة الكاملة فهنا هذا الكلام اللي عندي انا هنا اسيب لكم مايك انت وخانك انا ما لعبت الوحش ممكن田 سماكملت الستوري ايه لا انا ما دخلت المدينة ايه لا انا ما دخلت المدينة اي اي لا لا انا ما دخلت المدينة انا لما طلعت من الكهف خلاص قبعد تستيكش في المنطقة المنطقة هذه قبل اندخل المكان المنطقة هذه زي ما قلتك جبوا لك بس فري هنت او ثلاث وحوش تصيدهم الإنّرجوغر إنّ يدوم يأتي بالنمو هنالتقب دول يوجد من الجديد مختلفين الربائين مختلفين، هذا الشيء المعدل الممكن، لم أكن المتكلم وتركب شوكوبو هناك تركب شوكوبو، الأصلاً تبدأ من أن تتستجد ان تصبح ب request الوناد أسود، صح؟ أنا، نعم، الوناد أسود، صحيح هل الله عليه الرجل، هلذا السعادت أخبار مجالي لا أدري عنها لغير أنك تستمر مجالي لا حظ أحظت أنه قادم قادمت بأنه يعني فقط مسرع لك بس المشي ممكن فأحضرت أن أحصل لك لا لأنه في المنطقة هذه للتوكوب الأسود تجعل جدران هذا ليس إنه طالع في الدمو إنه ظلت جدر لأنه مكان فيها تجعل من شكوبوا يطلبوك إلنا نظر أنه مقفلين عليك في الدمو أعتقد أنه مقفلين وأنا ليس لا أفكر من شكفيها الصلاحة أعلم طيب اللعبة طبعا ما يعني في أشياء في البداية ما رح تتكلم عنها ما ما نبي نحرق لكن تتكلم عن بداية بداية اللعبة مرة يعني بس أنت بشكل عام تبدأ اللعبة يعني زي فالفانسي سبب ريميك يعني بعد الريميك على طوال تطلع من مدقار في الدمو لعبت أنت الجزئية حق نيبرهايم اللي هو الفلاشباك أنه عساس أن أنت قاعد تحكي القصة بعد أن تحكي القصة ما اسمه تبدأ أنت في مدينة كارل أيو وما اقتصروها لأنه في الوريجينال أعتقد مو في الوريجينال كانت تطلع من مدقار وانت بنفسك تروح الكارل هنا خلوك عطول واصلها وتبدأ من هناك نجابوها لأنك إذا لعبت إضافة يوفي يجبو لكم رايحين للكون آآ فهمتك نهايتك فسواء ما لعبت دمو حق يوفي أو لا خلاص عادي جاية صح أنه كان أنه أنه أوكي جاية لكيها أنها كتسين أنه أنت قاعد تحكي لهم القصة ومدري إيش وتلعب جزئية سوري حق نيبلهايم نيبلهايم كان كتبين أنه يمكن تسكيب الشابتر الشابتر هذا لجأت اللعبة أيو ترى يعني فيه لخبطة نسكيب نسكم الموضوع إيه لأنه لعبت ما سووا سكيب وقعد تعيد وأسوي وحوس ومدري وشو في الأخير عرفت لشي تسووا تلعب من نيبلهايم مرهانية بدايتها إيه بطريق شوي يقولك طيب يلا بنسوي سكيب لأنك أنت لعبتها لا وبعدين ما يسوي لك سكيب للجزئية اللي أبغاها سكيب اللي فيها المشهد اللي تكون ضغط L2 R2 R2 أنا ندري إيش خلاص يعني حلوة المرة الأولى بس تكررها خلاص لا لا هذه مرة حتى ينكي مو بحلو لا أنا مرة أنا تعبتني نفسيا أنا أنا أرجع وقود مرة كنت طوّر كذف نرفزتني سالفة إنه سيف رتواقف كذا رفع السيف لا لا ولي ضححك ولي ضححك ذو هل يديين مسكم سدساتهم عرفت ويطع نواح ويتورجون فيه ويصومون لسه طيب يا ابن الناس طلق هذا قلناه المرة اللي راح فهذا في هذا الكاتسين ما ما يسوي لسكيب نعم عرفت أتوقع عشان عشان سكيب لسكيب الجزئية جيم بلاي يعني من بعد أول ربع المشوار إلى الرياكتر وما بعد الرياكتر خلاص ممكن عشان سكيب يعني خطي بزيادة ما أدري ما أعرف عشان خصوصا شكل اللي كان متولي المهمة سواها نص كم وكذا وقالوا خلاص طيب يلا ما عندنا وقت وطردوه أعرفت المهم تلعب تلعب في كام أي حلوة بعد هذا كام مدينة جميلة جميلة جدا أصلا لعبة كلها مناطق كثيرة جميلة فكام تبدأ فيها وتروح شاسمه تقدر تستكشف تقدر تروح يعني مثلا تشتري محل ومدريش يعطوني في البداية توريال في البداية أي يعطونيك مهمات خفيفة كذا وين محل الأسلحة وين محل المدريش أي بعد بعد ما تخلص هالمهمات تصير وتطلع بره المدينة تطلع من مخرج ثاني لما تطلع خلاص شوف انه العالم مفتوح قدامك يبدأ مفتوح كذلك يفتحون باب كذا وكلهم يقولون كالعادة شي يكهرني يكهرني في العرب سكورينيكس ما لاش بس فيها حاجة لا لم أقولي واو لا 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 كلمة حطا اكس باك اكس باك حس 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 لا هناك شي نحن ذكرناها في نيبلهايم انه حسسواك عن جد من الأشياء التي ترى بدون أن ترى شيء انه عن جد سيفرت انه كان له اسم في ذلك الفترة هل في كارلم يعني يسوي تحسينات لا يقولون انه تحسينات واضحة انه تحس انه فيه فرق عن الوريجينل او لما كان فيها تحسينات لا لا تحسينات اوه واضحة كثيرا شكليا وحتى وما تفعل هناك من الأشياء اللي سويت طبعا لما تخرج تروح العالم مفتوح وتكمل في القصة تروح للمهمات حقتك لكن بعدها بفترة بسيطة تقدر ترجع الكاميرا ثانية لما ترجع كاميرا ثانية تلقى فيه مهمات كثيرة ومدري ايش فمن المهمات اللي عجبتني حقة الكارد اسمها كوينز بلود كوينز بلود رهيبة لعبة لعبة كروت رهيبة 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 فكرتها انه تراها كوينت تكة كأنها كوينت بس فيه شي مختلف عرفت لي فيه شي بسيطة مخليها تمييزة اي اوكي انا بتكلم وانت قل لي وش فرق تبدأ البورد يجيك واحد بيكون على يمين واحد على يسار حلو انا ضدك انا بكون على يمين انت على يسار اي وفيه خانات للكروت تحطها ما تقدر تحط في البداية الا عندك في البداية عند الناين حقك ها ولا وتكون فيها كل كل مربع يكون فيها بس لمبة واحدة لمبة اي اي فهذه المبة معناتها انه تضع واحد رقم واحد تضع كرت لا لي رقم واحد اللي عليه لمبة واحدة بس اي 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 بس كرت مو محطوط شكلها لمبة شكلها كأنها كأنها شطران شطران اي 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 فإذا كانت واحد خلاص تقضي اي اثنين لا تقدر اي لازم يكون البورد فيها اثنين يعني المربع الواحد يكون فيها لمبتين وتقضي اي هذا الواحد تشوف عنده مربعات عند الكرت نفسه يوريك وين ممكن ينزود لمبات في أي جهات اي والله تحت ويسار مثلا اي او تحت ويمين بس او يعني اي 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 تحت فوق يمين يسار هذا الجندي اي الجندي اي ممتاز فلما تحط هاي يصير المربع لتحت اللي كان عنده لمبة واحدة يصير عنده لنبتين فيصير تحط كرت اقوى وتقر تفتح شي زيادة وتقدر وكل كرت عنده رقم الرقم هذا قوته انت عندك ثلاث صفوف تحط فيها الكروت بس يعني وفيها المربعات مشتركة بينكم انت واللي ضد الفكرة من اللعبة اني انا لازم يكون عندي قوة او النقاط هذه اللي موجودة على الكرت اعلى منك اللي اجمعها في الافق الواحد ايو على ثلاث الصف ايو على ثلاث الصف الواحد ايو الصف الاول مثلا انا اجبت ثمان قاط انا اجبت سبعة خلاص انت السبعة حق تكتمحي ونأخذ ثمانية ايو اللين الثاني انت ممكن تكون أعلى مني يصير اللي المفروض ااخذ فممكن يعني ممكن تفوز على احد اظن تقلل تفوز على احد اذا انت في لاين واحد جبت نقاط مرة كثير ايو في اللاينات الثانية اخسرت ايو عادي هم هم اكثر شي جمعت ايو فيعني تحس انها حرب صفوف ايو في الثلاث الصفوف ها انت كم بتجيب منصف ولما تجيبها صح كم نقطة ايو والذي تحاربهم انت أو والذي تلعب ضدهم اي مقضي الوضع يوقيو اي اي مرة يعني في وحدة ق踢تها جمعت كانت تاكية كذا على طاولة ومعندها اللعبة اي بدن حوالها كرتين ايو محوطة نفسها بكرتين طبعا كرتين ايو شما تروح تلمسها تطير ايو بعدما تكلمت قل انت ليش اسمه درعمت كذا لي ليش كسرت الفورت حقي الله هو أكبر الدفاع حقي الجدار حقي ليش كسرته ليش فجرت الجدار حقي داخل جو كأنه أنه هذه قلعتها وما أدري إيش أو عجبني أن الناس اللي تعب ضدهم أنت ما أعطينهم يعني عبط عبط مرة هذه أنا كنت يعني سمعت تمثيل صوتي فيها بالإنجليزي وكان إنجليزي عبيط حلو لكن هناك شيء ثاني في الإنجليزي في تمثيل صوتي تشعر أنك تكفخهم هناك شيء صحيفة يعني السخف ليس بسخف حلو أعرفت فهذا كانت رهيبة في الإنجليزي ويعني هزمتها وفي ناس آنين في واحد دائمني صيح يبكي دائمني يبكي يبكي يقوموا عشاني بكايا لما أنا من قوي هل في شيء مثلا أنه إذا خسرت يعني زي البنالتي مثلا إذا فاكر في فايل فانسي 8 كان يحضر من الكرت هنا لا 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 ما حسنت هنا أنت فقط تأخذ كرت بس هم ما يأخذون منك شيء ممكن بعدين ما أدري يعني ممكن بعدين أنا توقع ممكن مر على بطولة أو شيء يمكن يمكن بس حاليا حاليا من اللعبتها ما في شيء يعني عادي يعني كله تهزم خلاص تأخذ كرت إذا تعادلته وهذا يمكنك تغير ريماتش تسوي ريماتش تلعب ضده ويمكنك تغير البطائق التي عندك في التشكيلة حقتك البطائق نفسها اي تقدر تغير 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 اللعب حقك في اللعبة وبعدين ما اسمها بشكل عام يعني أنا لاحظت أنه المهمات الجانبية صارت أحلب كثير صارت أحلب ريميك اي في ريميك تعس أنه كانت عذر بأنك ترح تحارب حوش اي عرفت اوكي في بعضها ما تحاربوحوش بس أنه أغلب الوقت عذر بس أنك تحاربوحوش تقاتل أهم شي هنا لا قاعدين نوعون لك بشي واجد أهم شي ما جابوا المهمة لدى من أنتقدها في الفانسي الريميك اللي أموية ثلاث قطاوة حقتي يجيب لي يا أخم لا لا ما في في شي يشبه لها بس يعني مو بقطاوة جمع جمع حتى لو جاك شي زي كذا بسيطة لا تحسين أنه فيه جيمب لكثير يكون عبيط يكون عبيط ويضحك عرفت طبعا ليس كل شي يعني يحاولون أن يكونوا فيه كوميديين دعنا نقول أنه يصير يضحك لا بس لأحظت أنه بالتمثيل صوت الياباني أغلب الأشياء الكوميدي جاء صحيح الإنكليزي هو الذي مكسب عليه يعني فيه أوقات تضبط وفيه أوقات لا وعموم تمثيل صوتي بشكل عام أفضل لو تضع الياباني لأنه حتى خاصة القصة القصة بالياباني كنت أزيان لأنه حتى حركتهم وطريقة تعبيرهم متماشي مع اللغة متماشي مع اللغة أكثر حتى كنت أقول حتى في ريميك نفس الشيء خاصة 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 مع تيفو أيرث تيفو أيرث يعني تمثيلهم يعني باين سكريبت حقهم يعني حق يعني شيء ياباني ممش إنجليزي فبعض المواقف يعني تلقى أنه عادي صوت أوكي يراكب أولاد يراكب بس أنه كثير من الأحيان لا أذكر كأنه بالياباني أزيان أذكر كأنه عصام حتى عصام منتقدها باللغة الإنجليزية بالذات أنه يقول لك اللي سالفة أنه يكون الدبلجة ما هي ماشية مع حركة الشفايف أو شيء فتلاقي مثلا هم أو شيء لا لا ماشية مع حركة الشفايف بس هم وهذه الكلام الزايد اللي يحطون اليابانيين ككلام دعني قول زيل أدب عندهم أنك تكرر كلمة مثلا أنا أجي أقول لك شسمة بروح للمعرض تقولي آه بروح للمعرض كذا أن ترد علي هذا عندهم زي المانرزم عندهم أنه من الأدب أنك أنت تقول هالشيء وصححوني خبران لغة إذا أنا خلطان ولا لا بس اللي يعرف أنه أنه هذه شسمة أن السالفة هذه لما تترجم بالإنجليزي تصير آكورد مرة سرغبية كذا كرنج عرفت عشان كذا ناس تنزون عليها لأن ما تركب الإنجليزي بس تركب الياباني عادي أيو في هالشياء الأصوات الإنجليزية العجبتني طبعا من الأول أنا كلاود عادي عجبني كلاود أغرب أنه كان زين أصلا إي لأن كثير من الأحيان يجبون لك الصوت حق المين كاركتر ها يلا خروع كذا عرفت ما تحس ما تحس أنه أنه تحس أنه يتدلع عرفت مهوب فهمت و المفروض مهوب يعني يتدلع فهمت وهنا تحس الضبط أكثر من ريميك هنا هنا تعود على شخصية أكثر و سافروث لم أعجبني صوتها صمم ريميك لم أعجبني الإنجليزي سافروث تيفا صوتها زين بس بس السكريبت لها أو خلنا نقول أخراج المحادثات معها ميب زين أرث صوتها يعني كثير من الأحيان مهوب كويس لكن بعض الأحيان أوكي لكن برضو عندها مشكلة تيفا موضوع سكريبت بارت أوقات زين أوقات تقول يعني بزيادة تحس كذا تعرف أبرت بزيادة أي اللي مو بضابط على الصوت عرفت حولت هيباني مره ضابط ما لا أدري اللون اللداء حماس فيه أكثر هو بارت يبيل واحد كذا أنه مره صوت عالي لكن هذا اللي تحس صوت كذا لا تحس أنه مره بس يجيب صوت معين لا تحس أنه حماس الموضوع رد ممتاز بالانجليزي رد ممتاز فتشوف اللون بالانجليزي متفاوت الوضع ما هو يعني ما في جودة معينة عرفت بس الياباني لا حسيت أنه يعني ما تضايكت من أي شيء في الصوت طب كيف 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 شكت على المفتوح على المفتوح يعني أنا مره عجبني ونصيحة نصيحة نصيحة أبدو الاستكشاف أول ما تأخذون لشوكوبو تأخذون لشوكوبو مره 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 أنا صوت غلطة ومدر إيش بس ما في شيء يصير مو قاعد يصير شيء ايه بعد ما أخذت لشوكوبو كل شيء مو بس يعني أخذ شوكوبو بعدين شادلي تلقاه هناك يصير عساس أنك تفتح التاورز هذا اليوبيسوف تاورز حقات ايوه أراد أنا قاعد قل لا لا بس يعني راقية بسيطة لشيء زر تضغط أو خلاص يصير هذا ما يكشف لك المنطقة يكشف لك أين السايد كوست الفعاليات يعني خريطة مفتوحة أي فعاليات يعني خريطة مفتوحة بس التاورز يشف لك الفعاليات بس يسوي تريقر خاص يمديك الآن يمديك تروح لها ويشتغلك كتسين و تبدأ تتفعل كذا أنا أنصح يعني بعد ما تأخذون شوكوبو حتى وأنه شادلي يفكلكم وضوع التاورز حتى الفاسترافل اللي يفتح لك أي بالضبط فاسترافل ما يفتح لك رهيب هو الآن العالم مفتوح أنت تروح الفعاليات اللي فيه فيه أشياء تسويها زي التاورز اللي تكشف لك الفعاليات فيه فيه هونتز أنت شفتها فيه جنون فيه فيه هذه حقة الأيثر أي فيه تسطلات 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 تروح لها تلقى فيه لوت وجد عندها ويشتغل سمتراكير أرث لا 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 يشتغل شيء في الـ 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 عند الـ بلانيتوريوم أم أوكي أنا في البداية قلت أرث وقلت لا لحظة لا 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 ما يبقى أرث فشي اسمع كنا علق أو لا لا أم أوكي أوكي يبقى نرد عليه أم فشي اسمع هناك إذا وجدتها تجدها لوت وتقدر تسوي لها سكان منيجيم منك تضغط مثلث توقيت أنك تضغط مثلث في دائرة كذا تقرب توقيتها سهل وصراحة يعني كان ودي نوعون فيها لأن فأشي ثاني نوعون هذه الوحيدة اللي ما ينوعون نفس الشي نفس الشي بالضبط لكن فكرتها وشو مو فكرتها أنك انت يعني تسوي شي هناك فكرتها أنها تعطيك لور عن المنطقة ومرات تفتح ويفتح لك شي يفتح لك فعالية ثانية في منطقة ثانية أو منطقة قريبة حولها أي يعني المهم أنها منطقة يعني يفتح لك فعالية فيها شو كان فيه بعد فيه شو سمونا لله فيه الفعالية ذي اللي كنت لعبها اليوم حق تل اللي فيه مثلا أصابة معين تلاحق وراءهم أي هذه جزادي فعالية لها كذا ستوري بس ما مود نتكلم عنها أي كل ما تروح لهم زي القوست لاين زي القوست لاين زي القوست لاين زي القوست لاين بسيط كذا وفيه فعالية حلوة يعني بتفجأك يعني فيه بعد اللي الله اللي هون هؤلاء ذلك القانجز أم اللي تلقاهم فريميك هؤلاء ذلك بالانجليزي مينطاقون مرة 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 كريهين لكن بالياباني يعني أهون مو بأهون بس أزيان بكثير يعني يعني يرلابق على الياباني وما بعد فيه فعالية حق الهي الكهوف حق هم يا الله شو سمونا ديفاين اي هذي 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 حلوة هذي فيه الحين السامونز في مثلا المنطقة هذي كراس لاندز فيها سامون معين اي اي المنطقة حقتها تقريبا تلقى عن شادلي كومبات سيميليتر انك انت تحارب وإذا حاربت السامون هذا تأخذ السامون المتيري حق حلو بس ايش اذا ما لقيت اي ديفاين ايش كانت هو اسمه ايش ساموني للله دزت تومب كذا اي كاف حقه زي شراين حقه فش اسمه في مني جيم اي اذا رحت شراين هذا سوري اذا جيت تقاتل السامون بدون تروح اي شراين يصير قوي مرة يكون مرة ايش فول ميت حاطين له لكن اذا رحت الشراينز هذه كلمة تروح الوحدة يضعف بس في ميني جيم هناك يجيب لك دائرة فيها زر مربع مربع مثلا فيها يعني زر البلاي سيشن بس انه مثلا يحط لك XXXXX بس بس اني حطها على الدائرة لا يوجد معينة متوزعة متوزعة و تلف لفة و تشوفها بعدين يقول لك اضغط X عشان انت تبدأ تلعب تختفي تختفي فانت لازم يعني توقيت الضغطات على الاماكن اللي كانت فيها من قبل طبعا هذه يعني مهي بصعبة تسويها و ويسهل عليك الفايت حق السمن حق السمن وبرضو لها بربس ناني لها يعني لها فايدة ثانية لا مو مو لكذا لا يعطيك فايدة ثانية اذا كان عندك السمن يصير يلفلك اياه فاذا انت سويت كل الشرينز اللي موجودة فالمنطقة وبعدين رحت طقيت معاه بسطاق معاه هو اضعف حاله وبدل ان تاخذ المتيري يصير اقوى شي او يعني اعلى لفل حلو والله ويش يفرق في اللفلات على القوة و ويفرق بعد على بعض الاحيان على حركة معينة يعني فيه سمن في آخر لفل يتعلم حركة تحتاج شي اسمه بارز حق الاتب اوكي اوكي ايه وفيه ايش بعد فيه فعاليات في العالم فيه حاجة حق الموقل شف هذي مو بزي حق السمن مو بزي حق لايف سبرينج لايف سبرينج قعد تتكرر عليك نس شي بالضبط هذه تتغير حتى لزر بس انت صعب تكة كل مرة تكة بسيطة الا ما صارت صعبة مرة حق في حق الموقل بعد شي في موقل هاوس اوكي اوه بداية اللعبة الي لازم تجيب اوكي اظن الخرفانة والتيوس تدخلهم جو تدخلهم ما اسمه اوكي الحضيرات بس انها ضرور هذه البيوت هادي ايه بس طريقتها انك انت لازم تروح الموقل في الاتجاه انت رايح له هو هو بيهرب للاتجاه ايه هدفة قد تحاول تحاول تحد وكل موقل يطلق عليك شيء واحد يطلق عليك ويند ماجيك واحد يطلق عليك كهرباء اي وفيه لو فيه احد يطلق عليك موز على أرض هذه كانت اوكي يعني بمرة كان بعد فيه المينيق يام حق الرئيس حق الشوكوبو اي بس بس انت تلعب شيء زي التايم اي 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 انه تهي الهي اذا هستمت wew ان pem cog اي ابدا بم و اكتر اذا اكتر تبع سي الهي اذا كنجر ا llegTM في العالم بعضها حلو وعندما أخبرتني الجهاز الذي أعطيتك يا تشادلي لأشياء التاورز اسمها The Chad مدري ش تشاد كذلك مكتوب كذلك الذي ترجمها رهيب أعرف الذبة ولحظت بشكل عام المهمات الجانبية أزيم بواجد أزيم بواجد وعليكم السلام مشعل صويان دخل الملعب ربين المتيري حق مشعل حياك يا طيب مرحب استمر استمر المهم الجانبية أنا قعدت هي المنطقة الأولية حق العالم المفتوح قعدت ما خلصت منها لما أو ما طبيعت الشابتر أو كملت القصة لمن خلصت كل السيد كوستات اللي هنا وكانت حلوة صراحة يعني فيه تأعطيك باقراون على شخصيات حتى حتى الشخصيات اللي في القصة اللي تقابلهم الجانبية يعطيك خلفية قوية عنهم بشكل يعني تحس أنه فيه تحسن العالم يعني صاير لور فيه أحسن من قبل يعطي خلفية حلوة للعالم لا لا ملاحظ أنه هنا أعطينا للعبة لور كويس خاصا مع اللايف سبرينغز اللي تكلمنا عنها كبير شوي يعني يعطيك انتل و they يعطيك لور البوس فايتس كيف اللي شفتها اللي لعبناها يعني بشكل عام يعني لقيتها العموما مره 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 ممتاز أنا توني يمسك شفت أنه ضغط على الكتاة مربع يمتكت سوية تيلبورت ويطير في الهواء كل اللعيبة لأن أنا في FIFA قاعد أحاول أروح أضرب واحد قاعد يطير صرت أروح لبلعب ثاني أو أن يستخدم Synergy اللي بالضغط R1 ويطلع لك Synergy العادية حين فيه حركات تسويها مع اللعيبة الثانيين شخصيات الثانية فيه الخفيفة اللي تكون R1 تكون ضغط R1 وتضغط مثلا مربع أو X أو اللي هو أو أنه أو أنه يكون عندك متعبي لSynergy Points وتستخدم حركة قوية يصير لها زي Synergy Attacks مع الفريق بس لازم شخصيتين يكونون يسوي نيكتبه أكثر بمرة يستخدمي حركات تلك هي يسعقتهم يجب أن تبدل بينهم أو العادي إذا كمبيوتر تلع فيهم يسويها لا لا إذا كمبيوتر تلع فيهم أسرع لكي تعبيل ATP أسرع أو إذا كمبيوتر تلع فيهم أسرع يمكنك أن تعطي كماند نعم نعم بس أحمد قال له إذا عبت أنا غيرت الشخصية يصبح تعبيل أسرع أسرع نعم وكان هناك ميني بوسز يعني الحنس نفسها كان هناك نوعية من الوحوش يعتبرهم ميني بوسز وعندما تحاربهم في ست كوست يقول لك هناك وحش معين نادر وش رح تحاربه نعم دعني أقول لك عن مكانك واحد لها دخل مكانك جديد لها دخل بموضوع وحش نادر هناك شيء يسمى أيتم ترانس فيوجين نعم ترانس ميوتر ترانس ميوتر أو شيء المهم أن ما اسمه تصير تصير كرافتينج نعم تصير كرافتينج نعم تجمع حاجة حلوة في العالم أعجبتني ترانس ميوتر تأخذها سريع سريع لا يوجد إنميشن لها حتى تراكب شوكوبو نعم تراكب شوكوبو بعدها أسرع لأن تضغط مثلث واحد حتى إذا كان صندوق تفتحها وتراكب شوكوبو ويفتحها لك يعني لا يحتاج أن تنزل من شوكوبو هذا شيء تفدي نعم واللوت الذي تأخذ فيه واجد لوت وعادة يستخدم للأيتم ترانس ميوتر نعم ترانس ميوتر ألمهم الكرافتينج فكلما تفعل كرافت يعطي إضاء كرافت الأشياء الجديدة ما قد تفعلها كرافتينج يعطيك أكس بي حق الكرافتينج وتلفل في الكرافتينج كلما لفلت في الكرافتينج كلما جاءتك أشياء جديدة تصنعها مو بس مو بس مو بس يمتك في البداية بوشنز البوشنز الإكسر الإيثر بعدين لا يفتحون لك يمتك تفعل يعني أكوب من نفسها إيه درع أو خاتم أكبر أشياء الجديدة هل تقوم بعمل خاصة؟ أصنع هذا السمي أصنعه إلا إلا أصنعه فيه واحدة من المطلبات أو المطلبات يجب أن أقوم بها من الوحش نادر عندما تذهب إلى الوحش نادر هذا يتصنع مني باص وأجلتك إذا أردت لبن أهلاً وأصنعه أجلتك إلا كيفير وإلا أصنعه ستأخذ من الوحش نادر وإن الماضي تأخذ من الوحش نادر ومع مكانك مع سايد كوست وشي ثاني ومسوين حركة الابدر بجيل إذا تكلمت مع شخصيات أعطاك وستاتي، تسألهم كثير من حاجة تستفسر مثلاً أوه الأيتم مكانه طبعاً نعلموناك في خريطي، نعلموناك أنه الأيتم مكان هناك لكن إذا تبغى لور زيادة مثلاً، شخصيات معينة، إذا كلمتك أم بي سي نفسها، تسأل عنها هذا جو مشعل ما هي الـ background حقاً؟، مو مرة معقد لا لا، أنا قصدي مرة علّقت عليه حتى في فان فانسي ريميك ليس على جاب لك لور، والمفروض حاجة كان يسويها ساكاكوتي في وحش معين، عشان قرأ بس المصف حقه قصدي ليس على الانبسط على هذه الأشياء جوي وأجوائي حلو، حتى الأيتم نفسه، ما أعطينا لور، يعني أنه سالفته لا لا، أنا ملاحظ كل شيء يضع لور كل شيء، تقريباً أنا أشعر أنهم يركزون على جونون مرة أكثر يعني جونون أول تشعر كيف جيت مرة خلاص عرفت أنه هذي ربوبلكة في جونون أصلاً تطلع من المذر الكيف ويطلع لك وولد ماب في القديمة تأمشي في الولد ماب يمكن تطعق مرة أو مرتين لا، هناك فورد كوندور أو شي تكون في إجهك هناك فورد كوندور لا، هناك فورد كوندور مغيرين شوي في جونون نفسها، قاعدت أستكشف 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 هناك وللقيت مكان في واحد ما أدخلني، بس مدخله، زي مدخل فورد كوندور بس مسميه كروز نست كروز نست هذا شيء ثاني هذا جديد بس شكل فورد كوندور القديم سموه كروز نست فورد كوندور هي الميني جيم لا، أنا سمعت فورد كوندور موجود بس بجمرة بطريقة مختلفة بس مغير اسمها كروز نست منطقة جديدة بس نشوف بس بشكل عام، الكمبات رهيب أنا قاعدت أي وحشة بشي في العالم يقابلني أدعي نزلي 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 وحلو أنك يعني تعاول الدور طرق كيف أنك مثلاً تعرف نقال الضعف حق الوحوش طبعاً أكثر شيء عندي يجيك تشاد لي يقول لي سوى أساس لكل الوحوش اللي في العالم عشان يفتح لك شيء قتابوية في خضيرك أنا خاضي، دعني أستكشف أي شيء مهم أنا خلقه والله ساير أسوي أنا سويها، أنا من البداية أسويها أنا سويها، ولكن بعدين يقول لك، رأيك ثلاثة لم أخلصتهم راح بالله أدوح أنا خلاص، حلو أن توني أفكيت العالم و أجلني أكمل القصة بعدين مرجعني ما اسمه؟ ما حسيت أني ملزوم على هذا الشيء، أنا قاعد أسويه وأنا أمشي وفي بعض صحيح، ولكن لم أفعلها على كل شيء هناك فعالية لم تتحدثنا عنها، كيف بدأت اللعبة وهي تلك الأنية أو مكان فيها أمكان فيها مكان تحصت، يكون كما تقول المعلم في العالم في العالم مفتوح، يكون هناك صناديق يقول لك، هناك صفر من ثلاث صناديق وتروح تدورها وتفتحها كلها لما تفتحها، خلاص، هذه معاتها المنطقة تسجلت عندك بس إلى الآن سهلة، ما شفت شيء صعب من هذه يعني صناديق أما كانها بسيطة، ما حسيت أن في شيء ضيئ بس في زيادة بعد التشوكوبو ستوبس في زي المحطات تلقاها قديمة وتلقى فيها دائما العمو الطائح العمو الطائح تروح تضر عندها مثلة ترقية خلاص تفتح الستوب هذا استوب هذا، بطل حين حتى من بعيد إذا ما عرفت أنه فيه هنا استوب تلقى تشوكوبو صغير إذا شفته، تروح له لا، هو أنت تلحقه ويوديك عنده استوب عادة يتفرج بك، يلا وتقل تسويه لبت يذكرني بحق ناين هالمنطقة سوري، استوب تقدر تريح فيها تريح فيها بس لازم يكون عندك ايتم اسمه كوشن أيوة مخدت مخدت هذا ما عرف ليش، ما سير الله لا بلعكس، مرة رهيبة عبيطة مرة يعني سبحان الله يوم تروح الأماكن يتعتبر هبز وتحصل الكرسي، الكرسي لا يحتاج كوشن نفس الشي، بس لون مزرق أفرك نفس نظيف هذاك مو نظيف كلاود عنده، عنده شو سمونا معايير معينة نعم، كراسي ما الممكن يربض يعني، رجال نعرف كل هالأشي اللي احنا ذكرناها وفيها حركة حلوة، لما تسوي لها في سترافل يقولوا كنت تروح هناك برجلك؟ أم تراكم بشوكوبو؟ بشوكوبو، هذا حلوة أنا كنت أقولها، هي كل المعالم اللي في الخريطة الفعاليات هذه اللي ذكرناها الشوكوبو، لايف سبرينغ وغيرها كلها لما تكتشفها وتخلص منها تستطيع تسوي لها في سترافل حلو إيه وغير الأماكن اللي أنت تروح تاخذ الجس فيها إيه هذه الدسكوفوري، لا أدري ما، تستطيع تسوي لها في سترافل لا، معلش، دلالحين الهانت، مثلاً فيه الهانت على سبيل المثال هل لازم أهزم أشي يسوي فاسترافل؟ والعادي إذا اكتشفت وخلاص تسوي لها في سترافل؟ والأصلاً ما له فاسترافل لا، لا لازم تهزم أظل لازم تهزمها، وبعدين تسوي فاسترافل وتسوي ليتراي عنده، في نفس المنطقة التي تحربها فيها، خلاص هو هذا المكان خاصتك تسوي ليتراي يجب أن تهزم يعني، يجب أن تهزم يجب أن تهزم أشان الفاسرافل أي فهمتك، حسناً القصة كيف تراها سوفار؟ والله الآن بشكلها زينة، ما شفت شطحات يمكن شطحات شيء واحد ولم نريد أن نتكلم عنه نعم، لكن النمارة النظم؟ لسه، لا نفهم، لا يوجد سوفار ماشي مع البيتز تقريباً القصة الرئيسية لا تغير شيء تقريبا من الكلاسيك يعني يعني فيه إضافات جديدة بس الأساس نفسه بس الأساس نفسه يعني ما شين عليه بس اي ما فيه تغييرات قاعدة أشوفها هنا وهناك بس الشسمة مات يعني إلى الآن خلني قول 90% منها نفس شيء يعني اللهم بس مزودين عليها في العالم يعني غيروا نظام التطوير هاي نغيره ونظام مواجد صار زي فرفينتسي ثان حق الـ اللي هو الغريد مو بالتطوير الرئيسي الرئيسي انك تلفل وماتيريا لكنه هذي زيادة هذي تفتح لك السينرجي تاكس تفتح لك تاكس تقدر تاخذ منها بوفز شوي تقدر تاخذ منها حركات ابلتيز مثلا شيء زي انك تضرب ضربة نار بس بدون تستخدم ام بي اي هرافت اشياء زي كده هي تقريبا نفس حقة الريميك الريميك أول كانت تسويها في السلاح كان لها زل حقها الشجرة زي الكواكب زي الكواكب لا هي غيروه صارت قريد زي قريبة من تن يعني نصف بقتها اريح حقت قريد مع ان هذيك كانت شكلها حلو هنا صارت قريد وصار كله شخصية له تقريبا لا يكون من داخلين مع بعض زي تن ولا كل واحد كل واحد لازم تقول بالاس بي نفس الاتجمعة تشطف العظمة يا عادل لكن ما توصل الأسلحة صار لها صار لها متيرية خاص فيها تسوي لها أبغريد انت بتكت تسوي لها بانانس يعني او تخليها أوتو او انت بنفسك تسوي لها تسوي لها اش سمونا تضيف لها متيرية حقها مو المتيرية حق الابليتيز ايه لا في متيرية حق السلاح ايه اللي هو في حق الكمب اظن في الكمب تحصلها وشي زي كذا ايه يا اخي هذلي اوبغريد ويبن اسمها ايوه ادخل عليها بس اني سوي اوتو ولا مدريش او مانيول خليتها مانيول مانيول انت بنفسك تختار يعني هو كلمة متيرية حق سلح ايه انت تختار ايش مثلا هذا المتيرية تقوي ال HB حقك مثلا ترفع HB مئة بالمئة مثلا انا تقسك الثالثة اللي في الصفة الثالثة لا 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 فيه شي خاص بالاسلحة يجيك لحالك كذا متيرية واحدة تحطها بس اي اي اوكي يعني في ثالث صفة لما تروح للماتيريز لا ما ندخل بماتيريا هو في الاسلحة ايه في الاسلحة تحصلها كذا بس اقصد لما تروح للماتيريا منيو تحصلها برضو هناك موجود هناك ايه ما ادرو اللي والله ايش اسمه يسرع لك شحن ال ATB ايه والله او او لا يقول لك مرات هذا يزود مثلا اللي ضربت البانيش على اتاك اي اي مثلا ايه ويمديك ان تسوي لها اللي شكلها دائرة باسمه الماتيريا ايه تحسك كذا كأنها كوكب ايه زي المجرة زي المجرة ايو ايه بس ايه لا هاي تلقاها برضو في الماتيريا هي صفتار اوكي انا ما كنت تفهم ذو شي يعني مكان ثاني ايه ويمديك تسوي لها اوتو يعني بدلا من ان تتعب رأسك تقول لا والله لا يجبك تفكر في الموضوع خليه اللعبة هي بنفسها تشوت خليها بالنس ولا موجودة ريجينا القصر ريميك يعني توقعين موجودة اتوقع فيه اذا كان شي تحطه لا لا اوه يسيري قوي ولا لا لا هذا شي ثاني اذا متكلم من حقة الكواكب اللي قال عنه انه قصر شي مادري لا لا بس هذا شي جديد هذا انت تبغى بالنس يعني يكون بين الاتاك والديفنس او تركز على الماتيريا بس حقة لا بس ما ما جربت اسوي الاتواماتيك انا بس سويت مانيول انا شويت انا حطيت كلاود مانيول الباقيين خليتهم بالنس اوكي اعرفت اللي قلت اوكي عشان يمكن مالع فيهم كثير اصلا متى ما جاهم متيريا لهم هم خليهوا بالنس سويتم تيكي يحط لهم الهذا البارتي منبز ما تدري قعدت قعدت طويلت عشان يعرف كيف غيره ايه ما في البيع مبواضح لماذا معقدينها كذا يعني في عندكم خيار بارتي في منيو ايه اروح اضغط عليه مين يسوي شي بس اتفرد فيهم بانت تضغط مربع ايه هناك يبدك تغير انا لا والبارتي لا يدر مثلة ايه 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 اذا شوية عاربة يعني ايه لماذا معقدينها اشياء ثانية رتبوها صح بس هذه ما رتبوها صح هيكي طويل شوي لما عرفت ايه انا قاعدت انا بحثت رح تطريت بحثت في جوجل قلت يا اخي كيف بعدها ادخل كومبات منيو الكمبات حقي الكمبات بعدها اضغط مربع يفتح لك ايه اوكي ايه ايه ممشكلة في بعد الـ xp حق البرتي ايه تلفل البرتي كامل مو بس ال ايه هذي هذي تصير اذا خلاص سايد كوست او اذا يعني اخلاص اشياء في المين سوري ايو ايو او في بعد اللي هو الـ يا الله توفراسي صراح دي سي تي سابن شكرا على السبسكرايب يقول لك شركة الافضل الله يعطيك العافية بي بي اه في حاجة ثانية بعد بتكلم عنها غير ايه في نظام اللي هو البونت ايه علاقتك مع الشخصيات ايه اللي هو اذا تزيد على حسب السايد كوست في سايد كوست معينة تكون مع شخصيات ايه وغير كذا اذا تستخدم سينرجيز كثير او لا معهم ايه فمرات مرات متمشى في العالم يطلع لك فوقهم شعار يعلمك او طلوان او طلوان او طلوان يطلع لك الشعار ايه يطلع لك ايش وضعك ايه يطلع لك وضعك معهم هذا مبسوط معك علاقتك مع كويسة هذا لك اذا عرفت اللي وجهة مشححة العلاقة تفكلك شفت هذه اللي لابرة حكت السلاح اللي زي المجرى شكلها ايه تفكلك الصوت ثاني بالله ايه ايه اذا يعني بضط العلاقة أكثر اكثر اوكي اوكي هناك فعالية بعد واحدة سريعة ذكرتها ذكرتني في فتنسففتين في فتنسففتين اللي هي المصور اللي تقابله ايه صح نسيتها هذائك هناك مصور تقابله يقول لك والله فيه سينوريز حلوة ايه ساعت كويس حك فوتو موت حك فوتو موت هذا اي اي حركت غريب حركت غريب اصلا كيف تصور انا قعد تقول اوكي كذا تسوي اي تذهب منطقة وتدخل فوتو موت تصور ترجع هذا هذا أذكر شفنا اسمه بالياباني والانجليزي بالانجليزي حطينا اسمه سناب سنابي بس بالياباني اسمه فوكس اي انا قد صوت الياباني فاسمعه اوو فوكس اوه 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 ومكتوب اسمه سناب اوكي انت طبعا اتعرف جاك فريز عارف اللي لا شفته كذا اللي قلت اوه فوكس اوه سحبت على سناب رئيب الفارق بين انجليزي الياباني انا بتقارم بينه سناب يعني ينفع للانجليزي خاصة انه سناب شات سناب و دس كلمة سناب كلا مضبوطة اي فوكس ينفع الياباني انه يستخدمون كاميرات واجد اي ناردس كاميرات اي في الجهد واحد يقلد زورده يقلد تحس مصري اسمه محمد دي دالعون ميدو اي هذه كانت اغلب الفعليات التي مريني فيها في اللعبة تقريبا هذا في اول في شمتر الثاني تقريبا هذا كان اغلبه الشمتر الول كان هو الخطي تقريبا لعبنا في الدمو اول نيبل هايم نيبل هايم بس الفعليات صراحة حلوة لعبتها هنا في فعالية زيادة بس لعبتها في جونه موجودة فورت كوندر نفس الميني جيم التي ترونها في دي لسي ريميك موجودة بس حطوها بطريقة أحلى بكثير أحلى من اللعب زي ما هو يعني كقوانين وكذا لكن اقصد في السايد كويست وش يصير الأحداث يعني الأحداث التي تصير فيها حلو أحلى من حقة دي لسي دي لسي دي لسي دي لسي حطينا ميني جيم كذا هنا لا تقريبا فكرة يعني نفس الفكرة يعني أنه فيه شخصيات و فيه شخصيات و فيه سوري لين هذا الشيء هذا الشيء ترى اللي كان أشياء اللي تشبه نظام العالم اللي هو نظام المناطق كريس لاند بعدين جونون وكننا في الخريطة نشوفها مناطق بس فوتشر زكي كان مناطق ونتنقل كل منطقة هي عالم مفتوح عرفت تتمشي فيه ماهب يعني زكي ما تقول المنطقة هذه لازم ماهو العالم حق اللعبة كلها متصرف بعض داك المنطقة الحالة ايه بضع بطيبة زكذا ويتشار كان يسونا ماشين عبطريقة هذه ثاني شيء اللي هو نظام القوينت القوينت يعني نفس القوينت نفسه كميني جيم نفسه كان مو معقد مرة زي كوينز بلد عرفت اللي تقدر تفهمه بسهولة أول ما تجربه الثاني شيء إنه كان فيه ستوريناك لما انت تمشي في العالم وتلعب ضد الناس تجمع منهم كروت تدخل بطولات في ستوريناك سر هذه شكلها كذا مع أن أنا خلصت كل والشخصيات التي تقبلهم نفسها الشخصيات ضدهم نفسها كانوا مميزين عرفت اللي كل واحد عنده تميز عنده مثلا تشكيل خاصة فيه مميزة ورح عنده تشكيل تشكيل الفلانية هذي ممكن شيء موجود هنا إلي هي تشكيل مثلا في ويتشر كان فيه تشكيل الوحوش فيه تشكيل المملكة فيه تشكيل الامبراطورية هنا خلطي لك هنا مخلوط هنا الوحوش حطي لك هذا لجنداري هذا ما وزعوها زي ويتشر لا كان فيه تشكيل هالله كلاود اللي جاي لعبها عنده عنده سلة كبيرة كذي يحط فيها السيف والله ما نحطها لا لا حظ سلة كذي على جم كرسية جم كرسية جمينا خصيصا للسيف حق عشان عشان هم يخلص قيم لشي للسيف السيف حق وصلا البستر شورت حكاية لا لا يضحك لما تقابل شخصية يتكلم معك يقول لك وانت بتتحدان يجي كذا مشهد مرة شفت بردنامج يضاني يلعبون حجر ورقة من قص لو تشوف الإخراج حقهم كيف ما تستعد تسويونها كذا وحركة هذه فيه شي جبين من العب ثاني حلوة ضفاتها زي مثلا هذه اللي تكلمين عنها اللي هي النوفير حق الاثر شاسمها يا أحمد الكرسالات لايف سبرينجز لايف سبرينجز أو زي ما تقول نوفير الحياة نفروض الحياة لما تقرب منها يجيك عصور يطير يعلمك يدلك الطريق حقها زي ما يجيك الشوكوب الصغير يدلك على على زي ما تقول مكان الفاس ترافل والمحطة التي تريح فيها هذه ذكرتني بغوستو سوشيما لما تقرب من شراين معين يجيك اثار بمعلش يجي يدلك على الطريق تمشي وراء أنت هذا نفس فكرة هنا فيه الطير صح بعد فيه بعد السبرينجز وهي الهوت سبرينجز حق قوستو سوشيما عندما تقرب منها فيه جيك بوما أو طار يطير وانت مشي وراء يوصلك لما للسبرينج هذا هنا يجيز نفس حركة فيه فانسي بوما نحنا تكلمنا مرة كثيرة عن اللعبة نحنا تتفاصيل أول سؤال من سير ملك من سير ملك من يقول من شفتو تستهل تقايم 98 93 والله إلا لعن لعب بشرة بس أنا السؤال الثاني المشحل يقول هل نقول أخيرا فانالفانسي اللي تعجب المشحل اللي تعجبني أخيرا هذي بتقول تعجبك أخيرون لا الله إن شاء الله المواري طيبة شف يمكن يمكن بالجيم بلاي بس مو بالقصة إذا حطيت ياباني تسلك وفيه سؤال ثالث ضيعته اللي كان بس هذي سريع هذي يقول لك هل بالفعل أنه القرافيك حق اللعبة أنه سار أسوأ من جزء الريميك بس هذي أمريا أراد يصرحوا قال أنه نزل أبديتها وحتى يمكن نزل يصلي أنا حتى لما نزل ما حسيت فرق في البرفورمانس مود زي ما قالوا لكن عموما أنا ما أنا متشكي منه أقدر ألاحظ أنه فيه تغبيش خفيف هو تلاحظ لما تطلع في العالم مفتوح بس إيه لا بس حتى حتى في أسوأ حالاته هو لأنه أنا أعتقد أنه ديناميكي حسب وينك أو حسب فيه أشياء كثيرة يسوي لها رندر ولا لا لكن تقديم الصورة بشكل عام المظهر بشكل عام هو لساعد ممتاز هو لساعد توجه الفني كويس يعني يعني بشكل زين والأهم أنه ثابت على الفريم فيه دربات خفيفة في كولم في جهات تروح لها في أمباسي كيرون كذا شارع تجاري لما تمر هناك لاحظ في دروف لمات أنا صار لي لم أرى دروف إلى الآن حس السؤال غلط أنه هل الجرافيكس أفضل أو أسوأ من الجزء الأول الجزء الأول صغير هذا كبر على بي أس فور هذا كبرت مرة لعبة عالم مفتوح وتتنقل بين المدن وبين الأماكن المفتوح بشكل مباشر يعني على طول والكومبات نفس الشي فقس على هذا الأساس لا تقس أنه بس صورتين قدام بعض بس وجه كلاود وخلاص يعني اللعبة تغيرت أكبر كثير أساسا أنا لم أرى العالم كيف هو كبير قلت غير أنه أكبرت حتى الكاميرا مجالها صار أكبر صارت تعطيك مجال رؤية أفضل فعلى حساب هذا يعني شوية الجرافيكس خف بس على حساب لو ترجع تشوفه ما تحس ولكن لا تحس بس واصلا يعني كلامكس على ما تم بس كما قال واصلا هم قالوا سكوير وفي أبديت مفضل نصلح الكلام نزل 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 هو هو اللي مع الجنون حسن حسن بس لسي يعني ما تقول أنا سميه جنون جنون دائم فراسي جنون أحس غلط وبدوون وإذا في أسلا ممكن أخذها آخر حلقة بعدين يعني قد عشان هذه قبل ما أطير بس خراس فاينل ترى مرة كثير احنا كبين طولنا طولنا هي هل الأسبوع الجاي عشان نبغى يعني شوي نفرقها بالحلقات قلت مطل لا أنا حرق كل شي الحين جنون فاينل بس طيب كذا خلصنا من فاينل فاتسي سيبب برث تابسيما صوت برث شسمة وفيه لعبة لوردز أوف أكزايل أهلا أهلا ماذا هذه هذه أصلا قبل ما أبدأ أتكلم معها صارت لي صارت لي معها قصة هذا مطور سباني سوى مشروع كاكستارتر وشفته يشبه مرة كاسلبين يلي نزلت على الاني اس القديمة ولقيت كذا الدعم حقها ظهر ب10 دولار وال20 دولار وتجيك اللعبة قلت يا رجال ادعم يعني ما تخسران شي المهم خلاص عارف اللي سويت دعم ونسيت اللعبة أصلا يعني مرة واحدة من بداية اللعبة وقالوا انه حتى في البداية اللي بنزلت له بيقولون عندك بس خيارين يا البي سي سويتش اخترت الاسويتش وخلاص يعني قفلت السالفة قبل ما تنزل لأ بسبوعين لقيت فيه ترينر وانه بتنزل على بلاستيشن فور أرسلت رسالة المطول قلت له هل في امكانية عد الكود حقي على بلاستيشن على بلاستيشن فاعد قصتي اني عد الكود حقي على البلاستيشن قال هذا عند البابليش قال أنا عندي بس البي سي والسويتش قلت خلاص خليها على البي سي حلو وصلني الكود على البي سي على العذر على السويتش استخدم الكود كود ارر استخدم الكود كود ارر ما حصلت قلت يا بن حلال قلت ترى الكود المرسل لياها غلط ارر قلت علي قال لي شكله فيه مشكلة في الريجين قلت لأي ريجين قلت أنا ريجين الامريكي قللي ما علش قال بالغاة طرست لك الريجن الأوروبي قال هذا الكود الجديد عن الريجن الأمريكي وإذا سمحت الكود الأوروبي لا تستخدمه هو برجل يستخدم مرة فارية حسنا المهم تحسب عليهم طرح يا 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 فالمهم اللعبة زي ما قلت إنها لعبة 2D هو أخذ الفكرة من اللي هو كاسلفينيا اللي نزلت على نياس نفس الرسوم حركة الشخصيات الثقيلة الموسيقى الأجواء فتمشي نفس القصة حتى قصتها والله من يعارف وشي واحد كان الظاهر في قبيلة بعدين مدى إيش صاروا فيه فطلع وصار هو أكزاير ومن يعارف إيش فنفس الفكرة بالضبط إنك تقعد عندك الظاهر تقريبا حاجة حول الثمن مراحل وإنه البطلة الشخصية إنه معاسف وتجيه كل ما تهزم زعيم يعطيك مرة يعطيك لو مثلا يقول لك ضرب السيف يصير أقوى مرة إنه يجيك مثلا دبل جمف فيه حاجة يسمونها الشادوز هي تكنيكلي استدعاء إنه يجيبه معك مثلا يجيك شادوز إنه شادو إذا علقت على مربع يضرب ضربه من بعيد هاي ضربه ممكن تكسر فيه أحجار في مناطق معينة شادو ثاني إنه ممكن ترمي زي الهوكشت بحيث إنه خليك تعدي منطقة معينة فهي هي اللعبة إذا واحد يعني فيه إيه وصح إنه يجيك أسلحة سبوا نفس فكرة كاسلفينيا يجيك زي السهم سكين تربين من بعيد بس كيف اللعب نفسه؟ هل بحنكة كاسلفينيا؟ لا بس إذا مشتاق كاسلفينيا أرجع وأقول ترى ما تكلم عن سيفوري هاي تودي أو تريدي؟ تودي ووضن زي حتى المكانيكس النط وهذا زي حق الأيتبت صح؟ نفس الأيتبت بالضبط هو جاب كاسب هو لأنه كثير يحبون المكانيكس القديم مع أن المقديم أنت يعني يعني أنا لا أطيق القديم حاد دينك بأن مثلا إذا نطيت لا تقدر تغير اتجاهك في النطة شف أنا تربية سيمفلي في دي نايت فما استصغت أي شيء من القديمات بعدما شفت أرجعت شف أنا كنت مثلك كنت لا أطيق الكاسبين بس لعب بس الأولى كذا مرة مستكت بعدما خلصتها بدأت أقدر الليمتيشنز اللي يعطونك إياها هذه صرت يعني لما ألعب الجداد أقول أوكي عندي تحكم زي بس يا أخي حسن يقوي يا أخي لا هنا حسنه لا أنا لازم يعني صدق يعني أتعب عليها بس يعني الليمتيشنز حطينها مصممين لصح في الجزء الأول حق الجزء الثاني ما سواء في منطقة مشعل هذه أنت بالذات أتوقع عارف اللي ممكن إذا صار لك زي اللي صار لي فيه ممكن تشتري شاشة جديدة كنترولر جديد نسأت في شيء جديد بما أنك قلت أنه ما تحب بالميتيشن القديم هذا منطقة أنك زي ما قال أحمد إنه إذا جيت نطيت ومثلا جيتك فربة تلاقي نفسك عارف اللي ما تتحكم تلاقي نفسك راجع وطيح يعني عادي في منطقة الفكرة أنك تقعد تتسلق على فوق وتتسلق ويجيك بروجيك تايل أو طبقات من يمين يسار وحوش عادي أنك مثلا تيجي والتسلق على فوق طويل تيجيك ضربة تابع شخصية تيطيح لا ممكن ترجع يعني الدور الأرضي أف هذي أعطى عمران يسوي الستريم لا شكرا يعني لدرجة أنه هما في بعض المناطق يقول لك أنه مثلا إذا جيت خلاص وصلت جنب البوابة أو جنب المنطقة أنت كل ما توصل منطقة يعطيك يعني هذه ميزة وممكن أعتبرها رعابة شوي في اللعبة هي المرحلة تكون غالبا ثلاثة وأربع مناطق يعني كل ما تعدي منطقة يعطيك زي الشيك بوينت إنك إذا موت ما تعيد ببداية المرحلة تعيد من هذا الشيك بوينت يعني طيب حلو فإنك في منطقة عادة قلت لك هذا منطقة طلعت فوق فهو إذا وصلت لمنطقة هذه يعطيك إشارة يقول لك يقول لك أنه هذه نهاية المنطقة يعني كنت تسلق تسلق عادة وصلت البواب يقول لك هلا تطلع جاتنا ضربة عيد من البداية انزل وعيد من البداية فهذه ميزة وأنت تحب المرض هذا يعني لا طبعا ما أحب المرض هذه المنطقة بالذاته أنا قلت لك ما شو هذه ميزة شو أن تختمها هذه ميزة لا لا أنا أتكلم عن الشيك بوينت لا أتكلم عن أنك تعيد من البداية المشكلة في اللعبة الميزة في الشيك بوينت المشكلة أنه اللعبة تعتبر ما فيها تشالنج يعني واحدة من الألعاب القديمة الألعاب القديمة أنه مثلا يعطيك أربعة أو خمسة لايفز يعني أنك تكون حليصة أنك ما تموت يعني هذه لايفز عندك انفنت يعني البوس الأخير حرفيا أنا كنت واصل الشيك بوينت حق البوس الأخير في اللعبة مت عنده ما يقارب عشر مرات أرجع من عند السيف بوينت حق البوس أنت خلصت اللعبة هي قصيرة كلها على بعضها يمكن ثلاث ساعتين أو أقل حتى والله مسكة غريبة عادة لا لا أنا سألت تشويرتها هذه قبل شكرا لك لا أنا أصلا نسيتها بس أنا من فترة فترة سأشوف مشاريع كاكستار لعبت بلاسفموس لعبت الأول ما لعبتها ثاني لا لعبتها ثاني بلعبها إن شاء الله لا وإن شاء الله حادك على الحواق دام عندك شفت المشروع وعجبني وهذه يعني ما تعتبر حواق يحلل الفلوسة يحلل الفلوسة حق الدعم أنا إيه يمكن متحسف فيها لا 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 مني متحسف لا أبدا يعني ما بقول بيرفكت بس تونس يعني أوكي خلي أقول لك شيء مثال على العكس إنه اللي محدود أزياء من الفري فورم هذا هو بلد ستيند بلد ستيند الأيت بت اللي نزلوها تصبير البلد ستيند حاولي أتذكر الاسم أنا من اليوم حق تلابت هارد الكاسبين أي الأيت بت اللي سواها أحلى من بلد ستيند صحي أذكر أحلى صدق نساء الأيت بت حتى الأيت بت نزلوها جزء ثاني وفيه كواب ومدريش عبنان وعمران كان ونيس حلوة حتى الدرجة أنك تخلقهم عساس السلفة مشعدة قال لحواك مثلا إذا خلصت اللعبة يطلعوك شخصية ثانية تلعب فيها مثلا إذا قلنا الأول على سبيل المثال الساموراي الشخصية الثانية مثلا نقول أنه كانها ننجا أو بي من البداية عندها كوناي أو سكاكين ترميهم عندها دابل جمب من البداية وتجري يعني حركة شخصية الثقيلة راحت هذه زي المكافأة زي المكافأة لدرجة عارف كذا خلصت أول مرحلة عارف حركات السبيد رنر اللي يقول لك أنك خلي الوحش يضربك عشان تطلع بلاتفورم عشان تختصر المسافة حرفين أسوي بذي الشخصية الشخصية أولا ما قدر أسويها فيها بها بيس كنت تسوي بذي الشخصية نايس فكانت تجربة ما بقول واو لكن زي ما قال خالد إنها جت في الوسط تصمير هي جوها فانتسي وقلاع وكذا بسط فهذا هي بكل بساطة حاولت تدور شي مميز يعني أي شي في اللعبة وما أدري لا ما هي جوك أنت بعد عنها على بلاطة أنت بعد لا لأني عارف ألعاب الكاسلفينيا يعني وأراقب نقول الأشياء التي تنزل فيها وفي أشياء كثيرة يصيروا مميزة مؤخرا لا لا هذه حرفيا هذه موجهة أنتم حبيتوا مثلا كاسلفينيا خذوها إذا زي وضعك أنت بدأت من سيمفوني وفي نايت وما تحملت لقبل بس إذا ما جابت الصعوبة شوف يعني عشان كده أنا من أبلاقي شي مميز للأمانة أنا لعبت عن نورمل ما بقصدي استقعت لا 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 ما قادم ما بتستقعدي الحبيب أدري تشات مبسوطين هذا قال أنا لعبت عن نورمل هل النورمل عساس أنه هو مسهلك إياها يعني إذا أضعك على الهارت يمكن أن أضع لك خمسة أو أربعة لايب بحيث يعطيك تشالنج ألا من يعرف صراحة أنا خلصتها النورمل صراحة حسنا حسنا جميل شكرا على حسنا أنا سيت أن أقعد قد وصل طيب ننتقل للي بعدها اللي هي ماري برس دونكي كونك خلصتها وصراحة أنا في البداية قاعد ألعب اللعبة قاعد أقول يا أخي والله يا أخي يعني ما أدري إذا تسوى خمسين دولار لحاطينها لكن الآن يمكن أغير رأيك لأنه تخلص اللعبة يأتي يقول لك بلس وعوالم يعني نفس عدد العوالم أصعب وبعدين فيه أكسترا والأكسترا بعد أصعب وأصعب يعني كمية محتوى وين أكثر ما توقعت وكل مالها تحلو اللعبة أكثر وأكثر نعم وعلى بساطتها على بساطة تحكمها على بساطة يعني التصميم العام المراحل وهذا بس أنه صراحة قدموها طريقة مرة حلوة وممتعة مرة يعني أي وقت أبي ألعب شوي كذا خمس دقائق عشر دقائق قدر ألعب أبي أجر الساعات أقدر يعني كل ما جلس على اللعبة أنا دائماً مستأنس صراحة بس في كم شي نرفزني في الطريقة الفيزيكس حقة الأماكن الثلجية هذه تعبانة تبزح لكثير لا ما تنفع مع التحكم البسيط ما برمجوها صح لأنه لما لما تروح من مكان المكان لما تبغت تروح يسار بعدين تلف في مين يطول لما يقدر يلف بس إذا أنت نطيت وما يهم يعني عندك عزم من أول لا لما تنط من جهة على طول سيسريع فبضل أحيانا أنا أبي بس أحر أتحرك شوي بس هو مرة بطيئة لإما يتحرك عشان الثلج قاعد يزلج عرفت أبي أقول طيبة وسارع شوي بس أنط ويدز ينكبري خاصة مع كذا بوس فايت كان ضد دونكي كونج في مرحى الثلج يأتي يرمي براميل تقعد تزلق ويرمي براميل شوكية كذا بعد وفيها لها أدوار يرميهم فوق يرميهم تحت وهو عنده زي السويتش كذا يرقي نفسه وينزل نفسه هذه الحالة يمكن مت فيها يمكن كعشرين مرة أو ثلاثين مرة هذه مرحلة حالها بس وهي أكثر مرحلة مت فيها مرة مرة نرفزتك مرة نرفزتني مرة مرة بس عدا ذلك صراحة لعبة مرة ممتعة ما مات يعني ما توق يعني استمتعت أكثر ما توقعت بكثير أنا شفتها لعبة جانبية قلت آه أوكي ممكن ها بتكون لطيفة كذا بس والله حلو حلو مرة ما توقعت تعجبني هذه الدرجة بس ما ما حطول عليها يعني أنا وريدي تكلمت عنها نعم نعم صار عليها في يوتيوب أتذكر حوال 7 إلى 9 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة يمكن أنا أذكر دخلت لايف في البريمير حق يوتيوب كان حاطلي كن 600 ألف أوف قاعدين طالعون في نفس الوقت أنا كنت واحد منهم وانت الثانية 600 ألف 600 ألف 600 ألف شخص تفرجه في نفس الوقت غير أنه ترايلر نفسه سنصار عليه ما رأيكم ترايلر جميل 100 100 100 أنا أريد أن أرجع للدرينك لكن لا أدري ما تخلصتها أنا أخلصت عكس بوكس أريد أن أعيدها PC أولا أشوفني سيف جاهز لذلك نبدأ دلسي والله هي شف لذات البي الديلسي وين يبدأ بالضبط هو دلسي أظن عادي أساسا أنت خلصت اللعبة وما بدأت نيقوم بلس أنت تبقى في العالم بس هو لأن أدخرهم يقولون هناك زعيمين يجب أن تقتلهم دائم دائم يعني فرامسوفت يضعون لك نقطة أساسا مدخل الديلسي من عند زعيم زعيم هذيك يد من ذيك اللي طالع من من عند هذك يقولون هذا يد هو ميكلة ميكلة هو أخو ميلينيا أوكي يوقاد المدخل المدخل من هناك المكان اليد هذا فيه بوست حربة هناك بوست جانبي أو سايد ستوري هذه المنطقة التي فيها الفارمينج التي كانوا والناس يروحون له لا أعرف لكن هذه المنطقة هذي المنطقة هذي المنطقة وش اسمهم هذي عبدون البلد الذين يذبحون الانفيدرز الكلان تدخلوا عن طريق الانفيدرز والله هذي المنطقة توصلك شفت البي سي التي تقابل أول ما تتطلع من الانفيدرينج مرحب تذكر أو ما تبدأ هذي المنطقة تدخل سايد القوست سايد سايد البوس الذي تحرب هناك من المدخل المدخل يريد أن يتأكد إذا أهزمته أو لا كان هناك بوس هناك من البوس صعب أذكر نعم من البوس صعب غفيف غفيف شف هو صعب لنما عرفنا الميمك كثير يعني بعد ما متى تغير مع الميمك لا لا أجنب متى تغير الميمك نرف هو كمان تنرف بس يلا يتنرف اختصر السالفة يجلب لك واحد مجيشن يدخل يسوي لك كمي همي ها يخلص لك كمت يلا لا تمي سولو هور يطلع سوق لا لا تمي سولو هور هذا شغل كمي لين يا مو شغل هذا بس يقول لك الحين وبوزاكي أنه عندك كثير ميني باس اوبشنال بالDLC يقول لك على مستوى صعوب على مستوى صعوب ميلينيا هو قال يكون مقاربين ميلينيا لكن قال لنه يعني قال أنا حاولت يجعلهم يعني قال الناس كثيرين هم أكثر فاكرين لو هي ميلينيا قال أبوال الناس يتذكرون البحث التي هنا يعني الله رجال متواضع عندهم دائما تعرفون وصف أتمنى أتمنى ما يكون يعني خراص شاف هناك وقال أو أوكي بحط أشياء استقعاد كذا أشياء غثى هو شوف هرى 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 لا نبقى صعب بس يري هرى كلهم وفي تصريح ثاني يعني الحالة من قال سأله قال سويت بويزن سوام قال قال إيه بس سويت واحد لقيته حق تأمل كنت نروح له وقعد يتأمل وامس أقول أحمد والله أنه قعد يتأمل كيف يذبحنا فيه يبدع الثبحات يتخيل اللي بتصير الموتات اللي وجوده بس أنا ودي أشوفه يعني المريض نفسيا هذا الإنسان اللي قاعد يسوي بويزن سوام ويروح يقعد يروق فيه عرفت اللي يتأمل يا أخي خرافي قسم أصلا أصلا أنت سمعت كيف يقول كيف يستلهم فكرة السمون أو أنك تستدعي واحد خويك في اللعبة هذه يقول لك أنه كان الظاهر مدري وين ماشي وكانت في فترة كانت تنزل ثلوج فيقول لك لقى سيارة متعطلة وأنه في سيارات وقفت تساعد السيارة هذه اللي كانت متعطلة فقال جاني الإلهام أنك تستدعي ناس ما تعرفهم عشان يجون معاك ويساعدونك في المنطقة أو في الورطة التي أنت فيها كذا وصل للكو-وب كذا وصل للكو-وب ماشاء الله حركات مياموتو بس شكل العالم الجديد اللي بتروح تقريبا قالوا أنها أكبر من ليمغريف 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 قررنا بحجم ليمغريف قال أكبر منها بربع مرات تقريبا لا ما قال نفس اسمها قال أكبر لا قال أكبر ما قال أنها نفس الحجم هو قال أكبر أكبر منها أربع مرات تقريبا بحجمها بس دبلها وقال لا أرجع لأن لايمغريف لكن لا قال أنه أكبر لكن قال أكبر دعنا نقول على الأقل زيها أوه أكبر من أحيان أقول لك هي تلقى تلقى على حجم ليمغريف ولها أربع دوار تحت أين تتكرر رضيه هذا اللي بيصير عند الكور كذا أنت تخلقه في ليمغريف قاعد تشوف فضاء قدامك بس أنا متحمس أنا لا أذكر أنه قال الله فأذكر أنه قال نفس الحجم هو قال أكبر الكلام الجاي قال أنه أكبر من أجل أنا مدريف بس أموان أنا ما يهم من الحجم الصدق الحجم فضفاضي يعني ممكن في النهاية أنا توجد حاطفي بالضبط صحيح لماذا محتوى؟ توجد المحتوى الموجود والإنعرض يعني كمية الحركات حذاتها بس وحتى العداء الجديدين اللي شفناهم أنا ضعت أما ما الحركات أنا أقول بشعر الحركات هذه كانت موجودة مقبل لا 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 هو الشيء اللي بنفسها جيه ذاك أوكي ما قد شفت هو قال فيه يقال لك أكثر من عشرة بوسات قتال وقال أنه هو كذها 18 نيو ويبن كاتوغوريز هف بن آدت الله يعني ما قلت إزاد لك ثمان أسنا يقال كاتوغوريز يعني ممكن تلاقي الظاهر كني شفت ويبن لا ما أعتقد 80 كاتوغوريز ثمانية 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 أحسبك تقول ثمانية لا ثمانية 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 كاتوغوريز يعني أشفها بالفضل العادي يضعون ترى يعني فرامسوفت يضعون لك صنف أسلحة لكن لا تقلل منه إلى أثنين أو إلى واحد عادي ف بس ثمانية كثير عليهم صدق هو واضح هذا سيكون أكثر 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 في فرامسوفت طبعا لأنه أصلا كان كبير يروح نسبيا نفس وحتى ينهثك مبلغ 40 دولار 40 دولار أظن نزول تخيل أحد يطب وليس لعب اللعب الأصلية لا يوجد أصيح مرة واحدة يعني كمية المحتوى اللعبة أصلا لعبة خلقة يعني كمية المحتوى فيها أكثر من اللي أي أحد يبغاه أصلا أحسن هذه تعيش مثل سكايرم أعرف ثلاثة جهة الأربعة جهة القدام استثمار كويس بكل أصلا أنا أصلا لشيء كذلك في دارك سولز مع الفرق الحجم طبعا أنه دخلت اللعبة مع دي ألسي مع كل أعرف اللي كذ ضعت في اللعبة لقيت تفسي داخل في دي ألسي وأنني عارف أنه هذا دي ألسي أصلا وقاعد تمشى يقولون شباب سعرها في السعود 35 دولار لا لا دولار توقع بدون الضريبة إذا جيت فتوصل لأخر شيء تصير نفس الأمريكي سير أربعية سيزل أمريكي أربعية بالضبط استهله في أمريكا لديك تاكسس أمريكي لما توصل نفس الشيء الـ لا على حسب يعني وين أي ولاية بس أمريكي قربين من بعض قربين من بعض يعني بس لا أربعين على يعني على إكسبانشن يعني زين مرمت هذا السعر أنا لا أدري لماذا ناس مزعلانين إذا هو محتوى قول مثلا 50 ساعة 60 ساعة ما هو شعره هذا هذا 20 ساعة حتى كنت بوفر واتش تنباع باربعين الحين لقد جدت على وزاكي المقارنات تصير مع لماذا لماذا لم تزعل عليها وزعل على لاست باس 50 دولار ما اسمه بارت وين أو بارت 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 من كثرة لا تدري ماذا تقول لاست باس الحين الاصدار الخامس ولا نامز هناك هناك نحن بأمها نحن بأمها بس عادي هذا يسوه هذا يسوه لا يوجد مشكلة بس أنه هذا يعني ممكن أن ينزل لك محتوى في لما أقول هذا أكسد ما اسمه ألدن رينك نعم لو ينزل لك 10% من ألدن رينك ويضع لها لعبة كاملة برضا تسوى لأنه أصلاً كمية المحتوى التي فيه شيء خراف تريلر مهم محتوى يعني عادي أصلاً تريلر استعرضت لك مناطق جديدة يعني فرومسوفت استحقوا الثقة العمية هذه لأنه لم يغلطوا الصدق إلى الآن يعني لم يأعطونا ذلك الزلة التي تجعلك تشكك فيهم أو لا فبهذا الشكل أنا أتقبل منهم يعني أوكي تبيعي باربعين أنا أتأكد أنت تشوف أن هذا يسوى أربعين لأن لا تخالف هذا الشيء أبدأ أن أشكك بس دائما ما أعطيتني سابة بشكك خلاص يعني وبزاكي هم دائما يعني هم دائما من أحد محتوظافي يعني في كل ألعابهم صراحة دائما نشوف أنه يعني يزرون شي يعني حتى مرة تتفوق اللعبة نفسها بيلي أجهز ترييا أتوقع هي الجزء الوحيد الذي لم يضع له دي لسي ألا لا ترييا دركسول ترييا دلسي كان فيها واحد قصير الأمانة ما كان يسوى بس كان مهد لذي دي لسي الثاني لأن كان أكبر أنا أجهز ألدن رينج على روغالاي إن شاء الله ما توقع أنني أخذها ستيم داك فأحط روغالاي و أدوس فيها حسنا موضعتها جيدة جون لأن ستيم داك هي يعني تقدر توصلها الخمسين يعني بليالله أخي الأحمد حتى المحتوى اللي باللعبة الأصلية للحين أنا فوق نص ما شفته أنا أنا ما خلصت اللعبة أصلا أنا أنا خلصت اللعبة وبلتنتها طيب فأجي أخوي وليد جاي كلمني قال لي عادل لعب معي بعدي متأخر قال لي عادل إن أنا محتاجك في منطقة عمبوس قلت يالله دا حين جايك قال لي ويوصفي قال شايف الخريطة في المكان الفلاني قال في هناك روح هناك أناظر ذيك المنطقة أنا ما رحت أخر شر ما رحت أقول لك حتى يقول بعدين عارف قال لي قال لي يالله اتصرف لما تطلع هناك قعدت عشر دقائق إلى ما عرفت فأطلع هناك وما كان بوس رئيسي بوس جانبي لما تلاقيهم في عالم اللعبة أول ما رأي في حياتي وأنا مبلتن اللعبة روح علي روح علي روح علي روح علي روح علي روح علي فلا بالفعل ترى اللعبة محتواها ضخمة أقول لك فيه أشياء عادي تعدي منها وما تفري فيه شي سريع مثلا أنا تابع أخوي هو يلعب راح منطقة تدخل عادي جنب سيف بوينت هناك بوس من البوسات حقين العالم العالم يعني العالم الخارجي مدل يقعد لك بشكل راندوم يعني يقعد عند السيف وقعد يغير في الوقت بعض حين يقعد في الليل لا يقعد يقعد في التسجيل يقعد مرة ثانية يقعد للبوس ما فهمت أنا أقول لك هو عندما تغير الوقت في اللعبة طيب طيب يدخل على السيف بوينت يقعد في كنيسة فيها يقعد الوقت في المسا يقعد الوقت في المسا البوس ما يطلع له يرجع يقعد على التخزين يحط الوقت مثلا مرة ثانية فجأة عندما يأتي يطلع له البوس يعني ما يطلع له يعني في بعض البوس لما تحط الليل تروح منطقة معين يطلع لك هذا ممكن تحط الليل وما يطلع لك لازم تعيد أدخل في شانس أنه يطلع يعني عادة أنك رحت ذيك منطقة وانت تعديت وهو يطلع لك في الشرش تضارب معنات في الشرش اكا يرس بل لك امتاز تزلي هرع انا بعد ما خلصت اللعبة ويعني سويت أشي كثير فيها و اي يوم اليوم وانا كذا دخلت جس تلعب رحت مكان كذا زي الشاك اي ترهضه وفجأة طلع لي واحد هاي 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 بس عادي هزمته بس لخامني اي 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 شف شف اي لحظة لحظة رحظة اية هو كان مع سيف جريت سورد انت اظن 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 انا متحمي صراحة حتى التصميم مسمر The Ampailer اللي في الغلاف موجود ترشمار المخوزق المخوزق التصميمه رهيب صراحة الدزاين حقه مرور بمساس في هداك الهيكل العظمي اللي قادي فك راسه بالسيف هداك بيجلدك براسه واضح وانا طارتك أنا شف أنا يعني التريلر أو خلني قول أكثر شي من الأماكن اللي أنا متحمس لها في اللعبة شوف شي جميل كان فيه زي المنطقة كلها ساحة زارع بس الزرع أزرق طالعش كذا حاطينا شكله جميل مرة 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 هتحس لعبة مرحلة بلعبة مضاربة كذا فيلد والله صراحة شي مميز ما شفت وفيه منطقة اللي فيها قبور كذا زي الشبح لابس أنا أنا هذيك المنطقة هذيك بالذات اللي لما شاهدت قلت أوف واو هذا اللي خلاني يقول واو 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 شفت الدودة الزرقى اللي تنور اللي صارت ميم وطلعت صورة كنا طالع من فيلم ميازاكي أبطاري ميازاكي ميازاكي مع ميازاكي عيال العم كده أيوه بالضمر رائب شكله فيه أحد النقاط اللي ذاكرينه يقول لك الساحات والدنجنز صارت من الداخل ببعض صارت سيملس وش تتوقعين يقصدون فيها أتوقع قصدهم من أول الدنجنز الصغيرة نحن نجد من الداخل في الساحة وانت بالعالم وانت نجد من الداخل بدل من نفق دائم فيلد و الدنجن نعم الساحة والدناجن لأنه كانت تدخل دنجن عادي ما كانت هذا قصدهم دائم هي مداخله واضحة إذا شفت مدخل دنجن تدري هذا مدخل دنجن نعم بس هنا يقول لك انه لا صارت شكله يعني مرة ممكن تلقاها بالعالم مثلا يعني وانت ماشي ما لا مدخل العادة تكون كهوف نعم عرف مرات تكون بيبان كده حتى الورف تخشها أو زي ما تقول نفق نعم تدخل معه الحين يمكن قصدهم مادري كيف قصدهم بصراحة كده بالعالم لا اتوقع هذا قصدهم مادري احس مكانك ليقصدون يقصدون انه اذا مثلا كان في وحوش يتراجعون لما تدخل المكان الان صار يدخلوا معاك ولا يمكن قصدهم مو شرط هذا الشي بس فهم ما قصده شي مكانك ممكن بدي افهم ماذا قصدهم نكلمه موزاكي ونسأله يعني لماذا؟ نتخلص بس نخلص لا تتصل علي بس متحمس جدا 21 جون احلى شي نفجون يا سلام هذا احلى خبر اللعبة جد احلى خبر بعد ما نطلع من حوست الألعاب وان شاء الله ما يكون في الألعاب كثير هو أخام يجيك عالم فلسامونه البلوم اللي يجيك سقاط فجأة نسيتش المصطلح شهادو دروب شهادو دروب ممكن ما يجيك فجأة عارف اللي يجيك على أن يقول لك في أهر 6 عندي لعبة نزل لك هذا انتحاري هذا انتحاري بجد هل تدري وش في لعبة نازلة معها نفس اليوم ادري وش مقاوي تنسل هذا النسخة الجديدة بنجنس والله انست من الحسن اي اي طبع يعني من كبر اسمه يعني عشان هي شعبية الموزي هي صارت مع اعتقد راغنروك مع سونيك اعتقد سونيك فرونتير بس لا سونيك فرونتير باعت ايه باعت بس قصلي انها طاحت مع قادو فور قصلي لا عندك هرايزن ايه هرايزن مسكينة هرايزن طاحت مع مين مع هلد الرنج مع هلد الرنج وقبلها مع زلدة صح صح نسيت وقبلها مع زلدة صح صح لازم شف هو ميزاكي يطلب تضحية ما تنزل اللعبة الا في تضحية لازم يتقص يعني يعني مو بس اللعيبة اللي قاعدين ينجلدون في اللعبة شركات محتم طوريقة ينجلدون الحين قاعد يجردون كلهم في هذا الضريح يتقدم عرفت اللي يالله خالله داخل متى عرضت مخلي الموضوع الاصدار حقه بوزن سوامب يعني لشركات ثمانية صح ستارك سفن راح ينزل بورت هورايزن على البي سي وقتها صح لا لا قبل 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 كان فيه واحد ذبي يقول ان تخيلوا لدرينج يوم اعلن اظن انه خاص فيه تريلر قال تخيلوا مع اصدارها من نفس اليوم اللي في نسخة البي سي حق هورايزن انا كنت جاهز لان هورايزن تجلوا مع هورايزن بس استغلبت انه ما احطوها معا يعني خالف التقاليد حظم خالف كان التسريب اللي كان قاعد يطلع انه انه الديرينج في فبراير شهر نفوض 25 يعني مفوض في احد سرب الحمد لله في احد سرب اظن يوم اعلنوا خلاص انه فيه تريلر الديرينج في احد اظن واحد مسربين قال انه ترى الكلام الواصل انه واحد شنجون تسرب من اول يعني ايه وش صار تسريبات اليدين والاكسسورات هذه كل ما شفنا منها شي بس شفنا نسخة ممكن مع الوقت ايه او انها اكسسورات يحطونها قريب اصدار او انها تأجلت يمكن اتوقع قريب من الاصدار اتوقع مع الاصدار لانه الشيء الوحيد عنه اللي هو التسريبات كانت على تاريخ فبراير هذا قصدي عرفته ايه الكنترولر يمكن كانت فبراير تأجلت كان يبغون هرايزن يمكن ترسل الوضع قالوا خنشوف اشهال العاب بتنزل في فترة دي خلاص خنحط في وقت مالا داعم ضحي هرايزن مرة حاطهم في السم مرة تمام بعد ميازاكي عندنا ننتندو ديركت كان عادي اذا اذكر الاشياء اللي مهمة مهمة فيه Grounded حق ماكروسوفت ايه اعلم عندك فيه Unicorn Overlord ايه هذه لعبة من Vanilla اش يسمهم Vanilla وير او Vanilla صوف حق 13 سنتنل ايه سندل هذه لعبة جديدة من عندهم وطلع الدمو في نفس اليوم اظن ما لعبتها بس اشوف ناس مصطين عليه انسيتو والله لابتنز 8 مارس 8 مارس هي تون بيس اظن لا هي Tactical RPG Tactical استراتيجية مثل هذه قرنونها بTactics Auger اوغر اوغر اشوف كثار والله اظن 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 2D لتاكتكس حقه انه من فوق هو ستايل رسوم حقتهم انا عارف ساكستك هلعب اشوف يمين ويسار ما اشوف من فوق ولا اغلط اظن انتوصل الباتل ايغلبتن بيست بعدين تصير زي Fire Emblem ايه اوكي 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 اه عشان كذا شبهها شو اسمها حازم حازمين والعزيز هديتي هديتي شو اسمها Fire Emblem ايه غير كذا عندنا هذي شن مقامي تنسي 5 Vengeance Vengeance اخير بتنزل على الاجزة ثانية هالي لعبة يعني كانت تحتاج جهاز غير سويتش يعني بالليالة بالليالة اللعبة على سويتش افكر ايه كنت تشكّل انا يعني اعطيتها ممتازة لعبة حلوة بس كانت من العيوب انه فيه مشاكل في الاداء بس هذه خلاص تتصلح من الجهزة الثانية و ايه شسمها هنا عادل جديدة هي نفس اللعبة لكن بيزودون عليها شابتر جديد قصة الراوت هذا شبيه بال بالعادي لكن في وسط اللعبة عند يعني يقولك ميد جيم يروح مكان ثاني تماما يعني ما ما اعتقد اني بلعبها مرة ثانية مع انه ودي اجربها على أجزة ثانية فاصل فاصل لا ما في فاصل فاصل خبيب هذا وبتنزل في 21 جون للأسف مع ألدن رينج باي باي وفيه في 25 جون هذه اللعبة انا بغاها بس يعني وقتها غلط سوبر منكي بول بنانا رمبل جديدة دبل باي دبل باي كمان شدري على الأقل منكي بول لما تريح من ألدن رينج تقدر تلعب مع أخي ياك لأن ملتبلاير فيها طبعا من زمان منكي بول فيها ملتبلاير وتنافسي بس حين حطوا كواب تقدر تلعب أربعة لعيبة كواب تعاوني وتقدر برضو حطوا مود طور زي الباتل رويال 16 لاعب طيحة فانين يعني أشوف متصادمون كده بس بس فيها لعاب مختلفة أظن يلعبونها ما أدري والله من الجيمز مختلفة ما أنا متأكد حق حق 16 لاعب ما أدري هي بس اللعبة العادة التي تروح للنهاية وفي أبستيكلز وكذا ولا اللي فيها برضو ميني جيمز في بوسز وفي هالأمور توقعتها تكون مولتي بلاتفور زي البقية بس تلعت حصرية سوويتش بس شكلها بتنلمس بعد ما خلص من الجر هي متتزل أربع أيام بعد ألدري أوكي جل باي 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 ما أود دعاك شسمة قاعد أقول العادل إنه تنفع أنه لما تيجي كذا تلاعب لك كذا يمكن خمس ساعات أو بعض تبعوش تبعوش تبريك لعب مع أصحابك لشي لعبة ذي وخلاص في لعبة اسمها بذكر على سريع World of Go 2 لعبة مشهورة نزلت جوان نزلت هذا تنزل في مي 23 وحصريا على سويتش فيها كواب ليس باللعبة حصرية بس الكواب نفسها حصري بس عندك لعبة شاطحة اسمها نظر كراب سترجر هذي شفتها من أول هذي من أول هذي من أول هذي من أول أبريل 25 الذي كان سولزلايك قاله ترعب كراب ترعب كراب سلطعون هذا سولزلايك كذلك سبونج بوب سولزلايك حسرت حسرت عرفت إذا كان لديك بازر و تريد دخلها جو سولز تفضل بس دعنا نرى أول سولز هذي تدري هذي تعتقد أنها نزلت لذا لم أذكرها من أول لب أنا أذكر شفت عنها من أول بس أنه يعني أخيرا قاله release date يا أخي رهيب شكلها يعني حتى في مكانك الظاهر الكراب أي شيء يأخذه يلقاه تعتقد أن تضعه على ظهرك صح أي خردة أي شيء هذي حبكة اللعبة أصنع الشباب الجبهة مشغلين live الحلقة ومشغلين البودكاست حقا لا أخيرا 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 طبعا هناك بنيز بيك بريكاوي أنا كنت تنتظرها من زمان وعلى طول أوتناو ما أنا موززار كان ترى أرى طول كذا كذا شاد ودروب أي شاد ودروب نازلة على البي سي وسويتش ترى نسخة السويتش على أنه في الدعايات حقا نتنت ديركت حطيني 60 فريم ترى 30 فريم بس أقول لكم من الحين ما نزلت تعلبسيشي أنا انقهرت أنه يعني كثيرا العابة العابة 30 فريم على السويتش عادي بس أنه انقهرت أنه هذه حطيني 60 فريم في الديركت وطلعت 30 كما خدت أنا أخذتها على الستيم وأتفاجأت بسعرها أظن 30 دولار و40 طيب تقريب نفس سعرها متخيلة أقل لا أدري الله أعتقد أنه لعبتها بس لكن لم تذكرت فالعابة لعبناها لأنه لم تجربت بس نعم لديهم من فريق فريق سونك مينيا حكمهم مرة حلو تحكم فريق يعمل على سونك مينيا نفسهم هي حاجة اليويا حاجة اليويا أو العجيب أخذت حسنا حتى أن أخذت 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 جربوها وسبوع ونص يقول أن اللعبة مسقولة يعني لاح محرك حقه مرغضة لا لا مسقولة مرة شكرا حتى أبو ثلاثين فريم لا ثلاثين فريم ثابت والصورة زينة يعني مسقولة مرة أظنهم هم مع برايفت ديفيجن اللي تبعت حق الانديز الببلاشر أظنهم اللي مسكين الببلاشنج حق اللعبة وحتى ذكر وذكر يملأ باللعبة قال غريب أنه ما أعطانه مع تصدار اللعبة واضحة أنها مسقولة خلاص جاهزة بس قال ما أعطانه مع تصدار كيف نسمع قريب عنها فأش كذا شارد الدروب بس يا أخي عندي ملاحظة تعني عليها لحس ما توفقوا فيها اسم اللعبة ايه طويل اسم اللعبة السالفة صدق Penny's Big Breakaway ولا مرة أتذكرها مستحقا عجزة أتذكرها يعني أنا أتكبر أتكبر مرة كنت أتحسب اسم Penny's Great Breakaway وتصميم شخصيات زي ما قلت أو شخصيات شخصيات رئيسية ما يجب بعد شيء أول رفيل ذكر اليو يو يو بس ما أتذكر الشخصيات شخصيات ما تحسها ممربول أبدا ما تجس معاك أبدا بس الجيمبلي هو اللي فهمت يعني لو خلوا اليو يو يو هو شخصيات طريقة معينة ما أعرفت هو أجهم دور ما أدري أي شيء ولا هذه كنا خفاش بدي أقول صح لا كنا شخصيات تحس أظن عيون ناعسة كذا وفيه كذا تحس كأنه نوع من البهلوان اللي تحس دام من دزاين حقه كذا كذا يذكرني أنا بشخصيات أرسل ويندرلند أنا هذا اللي أذكره الآن من الذاكرة ترى يمكن يطلع وألوان وألوانة مو مميزة وهذا يثبت كلامك ألوانة مهم ميزة ألوانة مهم ميزة صح ألوانة مبارز نفسي وبرتقالي ألوانة مبارز يعني غلاف اللعبة نفس الألوان فهو تحس غارق بين الألوان نفسها ما فيه تناسق صح أعرفت صح بس أي لعبة تراها يعني أنا نعم إن شاء الله بس بعد حكم فيها خرافي بعد ما نخلص الزحمة اللي عندي سويكا جيم نزلوا لها ملتي بلاير دي أل سي لوكل نفسي اليوم نزلوها لوكل أو لا كان يسمعتنا لوكل لوكل وأظن فيه أونلاين مكتبطان أعرفت رسال دبي ها نلعب يقولي مصقع كلا دبي يزي يملي فيها ما اسمه بيبر جرايندر أنت لعبتها على ستيم وبتنزل في 28 مارچ تكلمت أنا عن بيبر جرايندر لا من حقات ستيم فاست ما توقع أنا قد تكلمت يمكن إلا أنا ذكر تتكلمني عن ستيم فاست فهي ما تكرطريها بلاتفورمر تلعب بشخصية صغيرة مع دريل أي أحد لعب أوري الجزء الثاني يذكر ميكانكا اللي يتغوص وتأطلع هذه لعبة كاملة بمدينة حول الميكانيكية هذه أن شخصيتك كده تجمع ممنتم أو تندفع حسب الحفر عزم عندك جمع عزم وتنطلق وبلاتفورمر صايرة اللعبة تطلب منك أنك تلقي طريقك بسرعة وتسابق يعني تقريبا النهاية لا توقف فأصعب مما توقعت بس تحمس بنفس الوقت اللي يودك كده حركة فيها سالسة تعيد على طول حتى إذا أخسرت اللي يالله المرة الثانية لما تجيب صح ويسلك طريقك وإذا جبت صح شعور رهيب تحس نفس تكرار سوبرميت بوي فيها اللي يالله أبغى أبغى لا برجع الرثاني فعلا فيها فتجمع قروش وتذبح يعني على طريقك وبنفس الوقت بس الفكرة هي أنك تلقي طريقك بلأ خير وأظن أن سننزل قريب 28 مارش ومنزلين ديمو طبعا في السنين نزل ديمو بس توقيت على سواج الديمو نزلوه برضو في نفس يوم الدريكت يعني كان فيه شاد ودروبس كثيرة في الدريكت وطبعا نعبتي حبيبتي هذه بوكت كار جاكي رائده خلاص وكنس الاشتراك لأبل أركيد ما يحتاج أذكر أذكر تكلمت عنها وتراني لعبتها بس ما ما ذكرت لأنه نفس اللعبة يعني الشي اللي اختلف أنه صار فيه تحكم موب تتتسكرين صار فيه موب لمس اي وتحكم الكنترولر موب طال خاصة أن أنت تقدر تروح بين الكروت بالديب هاد بسرعة تروح لها بس ما فيه زي تحكم التتش أزين طريقة تلعب فيها أن تلعب بالتتش لأنه مبنية أساساً تكون تتش أسرع بواجد بسويتش فيه تتش يعني مديك يظهر اي اي انا هاي جربت حتى بالتتش حق سويتش يشتغل فيه تتش اكثر يعني مستغلين لأنه فيه ألعاب ما تستغل تتش وهذا ما استغلت بنتمت لعبة ماكروسوفت يعني انزلت تظن يوم أو يومين بعد الدركت يوم الثاني اي اي على بلايستيشن جايين للموضوع ماكروسوفت تدعب مئة وعشرين يطار على بلايستيشن هذه ترى أظن لها سالفة فيه سالفة هي داخل هو الناس قروا الهيرتز ومني عارف يعني سالفة مو بال والله هي حاجتي كده هي شف اللعبة أصلاً مفارقة فنتمت في النهاية لبتو دي يعني من أنزلت لأنزلت فاني سبوز لأنزلت 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 موجود فيه فجأة جابوا لوجو راير ايه جابوا لك من نيس و و نسكسي فور أهمها كيلر انستيكت حق سوف نتندو لأنها هذه النسخة بالذات ما نزلوها في أي مكان حتى ما نزلوها في الريبلي ولا في أي يعني لعبة اكس بوكس ولا شيء ولا كولكشن و ما اسمه بلاس كوربس هذه لعبة عالقة على الانستيكسي فور ما طلعوها هذه كانت عالقة ما هي راضية تطلع هذه انت لعبتها عبتها اوه كفوا السيارة النووية تقعد لازم تفضيلها الطريق بصور ايوه 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 اهذه تماما قد لعبتها هاي باشال لا الله قلت لك عنها ما اذكر هي زي ما قال هو فيه تركنا خصتها انه فيه شاحنة ما اظن اللي انسوا اقلين فيها يا ماتوا يا انهم هربوا منها طلعوا انه صار فيه ليكج وشي زي كذا وانه اذا تصد تصد بأي شي تصير فيه انفجار نووي فانت لازم تهدم كل المباني اللي قدامها او الله وتكون من بعيد يعني تحكم بزي السيارة وتطلق صواريخ من بعيد لا 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 مو صواريخ لا تطلق ايش لا لا تطلق ايش تمشي مو تطلق يا من الحلال انا عارف اللعبة زي ايو اوكي اوكي تروح فيه مراحل طبعا كل مراحل كثيرة تروح ب بآلات مختلفة فيه مثلا البولدوزر عادي خاص تمشي قدامه وتكسرها فيه سيارة العكس يصير وراء وراك هو يدمر ايه يعني المكان الحاد استيقر تدمر فيه فتصير لازم تفحط اعرفت لازم تفحط وتجيب اللي ما اسمه الصحن او الشنطة اللي وراكنا هي اللي تسقع المباني فيه آلي فيه آلي تروح بالجيت باك فيه وبعد تسوي زي حركة ماريو اللي بتنطف الهواء بعدين تضغط زي ويطيح زي كده بس على المبنى ودفت هدمه كله بس انا اذكر فيه واحدة من المراحل اذكر فيه على الأقل مرحلة يمكن انك زي ما تقولت تتحكم بسياره وفوقها صواريخ يمكن ايمكن هذه ما اذكرها تفتح لها الطريق بس انا اللي اذكرها هنو كان فيه الفاكرة من دوزر ويطيح اي 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 ماذا كان اسمد لاست كورب لاست كورب بس رهيب رهيب كتا سكس فور هلو هلو من العب اللي اه سكس فور ايه نزل الان سكس فور هي تنزل هي تنزل مع اكسماشن باك بس هذه بس البقية عادي بس ستراك العادي اي 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 وبدأ نختموها لك بلعب اسم بس والله ولقطعك نايس جستر صح عليها من مايكروسوفت بل الحركة هذي اللي نزلوا لعب غولدناي وحطوا لا لا بس هذه القديمة القديمة يعني اللي لسه ما نزلت على أي شيء غير الرير ريبلاي هيا نالك هذاك خرافي ما نختلف بس هذه حركة حلوة انهم يعرفت يمفتحوا الباب يمصاروا يالله ملتي بلاتفورم يالله نزل هذي يبدون يعني رير كانت مملوكة نينتندو كانوا مع نينتندو بعدين طرعوا ايه بعدين اشترواهم ميكروسوفت اذا كانت مملوكة نينتندو وبدين باعوها ايه فحلو الحركة حسيت الصدق يعني بداية كذا تبدأ يعني أحس أمور زي هذه ايه وشوي شوي تبني قاعدة بعدين تعال حصر عندي بعدين ختموها بلعبة أنا ما قد لعبتها صراحة اسمها اندلس أوشن كانت نازل أظن على الوي أو شيء زي كذا هذا جزء جديد منها حسنا اندلس أوشن لومنس بتنزل في ماي شي اسمها في 2 ماي و واللي بيحطون فيها شيء جديد شي اسمها بيحطون أونلاين تلعبون اظن عشرين لاعب او شيء زي كذا ايه تلعبين لاعب ايه ما ناسي كم الرقم بس أنا ما أدري وشي الهدف فيها بس استكشاف نستكشاف الأعماق البحار ايه وتصور شي اسمها اسماك والمخلوقات اسماك وكائنات وما أدري إيش بس ما أدري وشي الهدف لأنا ما عمري لعبتها اظنى بس زي يعني لعبة سيميليشن شيء زي كذا بس اللي لفت انتباهي موضوع الثلاثين لاعب والله رحو يستكشفون اه هذي نهار رمضان عرفت ايوه طفي مخك و يكن بونس اه اه اوكي دباب حاجة تقول دبابة لا لا دباب اوكي 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 ايه ذكرتها بالحين لأني أنا فاكر مرة كنت مرة خسرت خسارة نرفز انه صفيت كل شيء في الطريق واطلقت صاروخ صقع في هذا الترك ونترفزت من الخسارة اللي صارت ايه لا اجل هذا اعتذاري الثالث لك يا عبد يا عبد اه اعتذاري ايه في اعتذار قبل الحلقة وفي قص الحلقة وحين هذا ثري سترايك ايه في اليابان حطوا موذر ثري في السويتش اونلاين اف حصري في اليابان واقعا شيء اظن حتى لا اعلن انه بيسوون في ميرش جديد اه وكذلك لقد اعلن انه بيسوون في الياباني ايه هذا في الياباني قالوا عندي كوم اندر تيل خلاص هل يفهم يمكنك هل فهم لا يحتاج انا لعبة إندر مقنوليا نعم موجودة بس إلى جد شهر لكن هذا السيكويل من اندر ليليز هذا انا شاهد ناس يعني يتكلمون عنها انا نفكر قبل سنتين واح مشابك سندر مقنوليا ويش تسمى اسمها اندر مقنوليا هذه سيكول أو جزء ثاني للعبة تسمى أندر ليلي أي وش أندر ليليز أندر ليليز لعبة كذا تودي بلاتفورمر أظنها سولز لايك بنت صغيرة مع حزر فارس يحميها أنت لعب الفارس من اللي لعبها من اللي أدعبها نفس عمران ما أعرف والله أرهم شيء أسفل شيء هذا اللعب ترميها عمران ولا دبي أنا أذكر أنها كانت تعتبر متروتفيني اللعبة وصعبة هذا السيكول حقها والجزء الثاني بس فيها ممكن نضيفها على ماذر ثري أنه أعتقد المطور جاءوا طبوا عليه لماذا منهم يرون اللعبة في الإنترناشن أعطاهم كلمة كما تقول يعطيكم العافية يكلموا نينتندو لما يعلقها طبعا حطا مخرج سبع أرطل لما يعلقوا كلمهم وبرضو عندنا بعد كم يوم يوم 27 فبراير بيصير فيه بوكيمون بريزنت إذا يعني إلا إذا أثبتوها بفعلهم وليس بالقول يخي أنا ودي بالوورد يشتغلون عندهم حتى ذيك مفقع وديك بالوورد يعني توصل المرحلة اللي خلاص اللي أوكي حنا في وضع أبديتس الحين وقاعدين كونتنت شينصير يبدأ يأخذوا العطا بينهم هذا لا يعلنون هذا لا يعلنون آرفت اي 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 أنا بالوورد ما يعني لعبة فقعة وكل شي لكن أنا عاجب أن تضغط على فقا يبقى إلى سنة سنتين بالوورد لن تضبط أموره أرطاري وصل 25 مليون من كم يوم يومين يمكنه ثلاث أيام يمكن أكثر بعد عدد اللعيبة آخر إعلان 25 مليون توهم يوصل نائس ويقول لك أظن 40% منهم إكس بوكس شي زي كذا نسبة كبيرة نسبة صغيرة كثير ناس يلعبون من بي سي قيمباس على البي سي أحدهم يحسبون كأس بوكس أظن أن يحسبون يمكن إذا هو يحسب فإنه لا لأن الناس يلعبون لكن إذا لا يحسب يقول اوه أكيد ناس شروا سيريس اس لأن نسخة نسخة بي سي قيمباس نسخة إكس بوكس لأن نسخة إكس بوكس وشتيم مختلفة من بعد هناك اختلافات أظن في الابديت صحيح فالناس اللعنس اللعنس في البي سي قيمباس نفسهم اللعنس نسخة إكس بوكس أوكي يمكن كده منطق يصير الرقم ألدن رينج أعلن أنهم يعني شحنوا 23 مليون نسخة طبعا خليط بين الشي اسم الملموس ديجتال والملموس شي اسم غير كذا أحد سمع عن ردة فعل ميازاكي ل شي اسم الموضوع بلاد بورن أن الفانز يبون ريميك وكذا أيو لا أو يبون ريميس شف تعليقاته وقال حتى وصلوها للبي سي بعضهم قالوا قال أن بلاد بورن عزيزة على قلوبنا شي زي كذا وانا مبسوط مبسوط من الطلبات بس ما ما أعطى يعني جواب لا أعطى جواب قال للأسف أن وانا قلت في انتبيو ثاني ومقابلة ثانية قال أن شي اسم أنا أنا ماني في مخوّل أو مكان يعني ماني في المكان لأنا أقدر أقول لك إذا أقدر أقول أي شيء عن بلاد بورن أتوقع الإي بي عن سوني لأن إيه لأن يقول يقول بلاي ستيشن سيكس مثل ديمون سولس كده تنحط بنفس الطريقة الاستعراض للجهاز الجديد هل ستقدم بلاي ستيشن سيكس هل ستقدم بلاي ستيشن سيكس وبيكون بلاد بورن 2 ماذا رأيك لا لا لم يصير 2 لم يصير 2 ريميك لا نضع 2 على الأطول قبل ريميك سوني الحالية ريميك أول ويصير خير ماذا يأتي ريميك 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 حضرق مود كيف حمد بلو بوينت بلو بوينت بلو بوينت زي ديمون سولز ديمون سولز ما لعبوا بالمكانيكس لكن حسنا وكل شيء ذاني ايه عرفت لأنهم يعملون على هذاك المود اللي فيها الدنجونز كان فيها ملامح روغلايك ايه بس ما ما تطبق بس ما سوني جديد فيه روغلايك يعني اذا بيعدلون شي ايه عدلوا المود هذاك ايه بيقولك بريميك مع روغلايك لأنه بالنسبة لي باللعب الأساسية ما كانوا موجود الصدق يعني كان شوية حواق الصدق غير كذا حتكلمنا عن ماكسوفت انهم جابوا ألعابهم على السويتش بلايستيشن كان في جراوندد وبنتيمت ايه انا في سويت ايه بس في عندك علان ثانية هاي فاي رش و سي وفتيز على البلايستيشن 5 ايه بنتيمت قالوا يعني سويتش Ps4 و PS5 هاي فاي رش بس PS5 مارچ 19 ايه ايه اي شفتي بسبس شو puls شفتي بسبس بسبس بأي Buvi س Está gut ايه غرب ولا ايه بسبب ايه ايه غرب غرب بسبب بسبب أظن مو نفس اليوم ولا تجي فتريخ مختلف ما ما ỹ أظن punishment لا ما ما م آ مو وضح من الكلام ايه 30 أبريل على PlayStation 5 وطبعاً كل اللي فيها ملتي بلاير في Crossplay ياخي طريقة العلان غريبة أحس كذلك اللي رمو والإعلانات هذه اللي ما يعني زين اللي طلع مع نتندو زين اللي عرض وكذا إنه اللي تحس أخذت يمكن حيز شوي الباقيات كذلك بنتمت جت على سيزن ريل بنتمت رموان ترع عشان بلا سياتين بنتمت رموان ترعب بس الإعلانات اللي مع سوني سوني ما عبر شاي ولكأنه صار شاي اللي حسابات سوني ساكت ما قالوا شاي ما بلا أكس بوكس ضارب حساباتهم اللي قادين هي كان على شل العابهم هذي مهيب يعني غريب سيف ثيف صراحة أنه ما حطوه في أي إعلان أتمنى يعني وقت الاطلاق سوين زحمة على الأقل ايه على الأقل ايه شسمها اللي جراوندد أحس أنه سواها صح عادي حطوها في الديركت ولها حيز وتحس أنها أصلا هي تتحت الديركت أصلا ايه وهي أصلا لعبة يعني مناسبة تحس أنها مناسبة للجمهور اللي عندها سويتش خاصة اللي ما عنده للا سويتش ايه أعرفت لأنه كثير منهم من أعمار صغيرة أو مدري إيش أو أعمار التينيجر كذا اللي ممكن يحب شي زي جراوندد مع نصدق شكله ما فقع أغلب الناس مبداعين كنت تعرف اللي كان جاه برص كده اللي فاضي يبقع فاضي وكل المكان وموشي كده وبلوري مره يعني اللي محشورة بالقوة بس احنا يمكن الواحد بالمئة اللي يهتموا بهالشي ايه بقية الناس مبداعين اتمنى بالاطلاق يعني يعبرون كده صاير الوضع تحصيل حاصل تحس عند مايكروسوفت كناشر ايه خاصة مع سيف تيفز انا توقعت اعلان كبير من حينهم ما عمرهم كانوا ناشر جيد مايكروسوفت ما في الايام هيلو اول هيلو حاصل مع هيلو 2 و 3 يعني بدعوا بالتسويق ده بهايلو جيرز اللي اشتغلوا ديك الايام ايام 360 ايوه ايام 360 حتى ايام النصف الاول من عمره وبدأوا خلاص الى اليوم جاءت كناكت راح عندك يقول لك يلمحون يوبيسوفت عن محتوى جديد اللي نزلت اخر واحدة اوه حلو اه 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 النجاح اللي اجابه ايه بس ما انا واتي العبها ماش كالالعب ماجد يعني اهم منها خلاص خليك تلعبها اه جون سينا جون سينا ينزل غريبة ايساس ممكن لهم اتخرين بكروس بلاي غريبة منهم غريبين يا اخي مرتكومبت ود كذا نزلت بجان تطوعة وكذا كنا اطفت ما انا انا اتوقع من بيعتها عالية اتوقع اعلى من اي اتفاق ايه بس غريب الدعم حق الله غريب يعني حتى يعني اضافات اللعبة المحتوى حقها خذ ويجازة يمكن بطيين مرة فيه يعني اول شخصية طلعت كانت او منيمان بعد خلاص يمكن لحين هذول يسووا بدل ما يطردون الناس سووا قط في الماركتنج ممكن ممكن والله نزله الميزانية حق الماركتنج تسويق او كان يتظروا ان هذه السوساسكوات تنزل وعلى طالي سوساسكوات يقول لك انه وانو برادرز يعني زعلانين محبطين محبطين من سوساسكوات وانتو قيلين لهم وانتو يحط الجف هذاك اللي واحدة تسوي كذا ايه بريتنديك تبي شاكت وليش عاد يقول لك انهم محبطين يقارنونها يعني هي year over year يعني سنة ورا سنة العام وش كان عندهم بنفس هذا الوقت كان فيه هاكورتس لاغسي ايه اللي صارت اكبر لعبة مبيعا يعني العام الماضي ونازالت يعني داعس اللعبة فإذا حطيتها يعني بهذا السياق أكيد أكيد بدكم محبطة يعني سوساسكوات ما كان عندها فرصة من الأساس بهذا المعيار اللي وديك تقول لهم نوطوت بس لو نكن بنين سوسايد زي هاكورتس كده كلعبة سنجل بلاير يمكن صحيح أنا متأكد أنا شبه متأكد لا بس شكلهم يمكن لو بيسوون شي جديد مع سوسايد سكوات ولا هذا مع روكس تادي شكلهم بيخلونا سنجل بلاير خاصة مع نجاح هاكورتس اللهي أشكك روكس تادي الناس الكوينسة اللي عندهم طلعوا ترى بعمر روكس تادي بعد هذه خلاص المؤسسين والناس الناس اللي اشتغلوا على الرئيسيين طلعوا سوسايد جديد أظن ينتظرونهم الآن يسوون السيزن كونتنت وخلاص وقفل هو أساساً وورنر كلها الحين قاعدين ندورون باعة وشي اسمه والاندماج ولا شي مو بس بالألعاب وورنر أخي كم سنة كانوا وضعهم شوية أحد شاريهم ويتوحق أمر كان يا رجال رأس مالية قادرة طيب ننتقل إلى الألعاب اللي بتنزل خلال أسبوع أول لعبة بلاترو هذه نزلت بلاترو بلاترو أنا نزلتها عندي اسمها لعبتها للحين هي كم بعد فاينال أوكي هذه اللي ما يعرفها رعين البلوت أنا أسوأ واحد أني أشرح يعني وش اللعبة بس هي يقول لك وصفها أنه رون بيست بوكر اللي هي لعبة بوكر حطي روغ لايت كذا على بوكر وحط قوانين زيادة شاطحة من عندك والشباب اللي يحبون البوكر طاحوا فيها طايحة شير الصدق يعني فإذا أنتم راعين ورق شيكوا عليها أي لا أنا أنا ودي ألعبها أنا راعي ورق ومرأة رخيصة ظننا الحين ترب 20 ريال تحصلها ب60 نعم لا يفعل ذلك نعم على كل أجهزة حتى موجودة أني كل شيء مع هذا الجوال تقيمها مرة عالية نعم تقيمها تقيمها تأزا عندك لعبة اسمها كومب 2 على PS5 على كل أجهزة برضو مع هذا أكسبوكس 1 صدق وعندك وارفريم على iOS أو وارفريم نعم هذه كل الألعاب التي نتكلم عنها نزلت Warframe Space Ninja iOS نفس اللعبة أتوقع شيء للجوال أتوقع وصل مرحلة للجوالات ولعبة في لعبة على البي سي اسمه Last Epoch هذه RPG نزلت أظن قبل أمس أو أمس هذه مدحلية أظن مش على الصعب هي RPG ARPG ARPG أمو أظن شو زي كذلك موشي الARPG ما فعله هي asymmetrical زي بولدرز زي بولدرز زي بولدرز غيت طبعا Penny عسانة على بولدرز عشان نشوف غيرها دقيقة Penny الحين نازل برضو PS5 Xbox أتوقع أو مو مو الحين مو الحين الحين PC و Switch Switch ولا أبغى شيء كالبليستيشن أدخلها بحقهم الآن بعد بولدرز غيت أساسا أبا محمد يدور الآن بعد بولدرز غيت الآن في لعبة Warhammer 4K اسمها Rock Trader نفس النظام نفس الجانب حق بولدرز غيت بعاد وضاربة في البي سي وارهامر خشا وارهامر ما شاء الله لهم داخليه كل شيء كل جانب رش والله Penny لا على كل جهز أنا حسبها PC وSwitch بس الله أوكي حلو بوكت كارت سويتش تكلمنا عنها في Slave Zero X برضو نزلت على كل أجهزة مع ده سويتش عندك Terminator Dark Fate Defiance على البي سي نزلت وفي إنكوليناتي زي ألوميناتي إنكوليناتي على كل أجهزة برضو نزلت اليوم المفوض ما أدري شيء بس آه ليس اليوم قبل أمس أجاف في Pacific Drive PS5 والPC نزلت 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 قبل أمس Fentiment تكلمنا عنها وفي Sons of the Forest هذا أبدأت جديد أظن على البي سي و Splatoon 3 Expansion Pass Side Order صح سالي بنسحب عليها بس قل أشوف شفت عروضها روغلايك سبلتون حلو صغط موضع حين نزلون روغلايك أشياء روغلايك لأدعم وبس هذه بالنسبة للألعاب اللي نزلتها سبو Pacific Drive أنا شريحة لكن كنت أتجعلها لأخذها نزلتها Pacific Drive أليها مدح سمعت مقارنات بـ Outer Wilds أوه في النواحي معينة حس فأنا عرطل على التمت أنا أشترك أنا أشترك لن أرى شيء أنا أشترك لأرى شيء أنا أتظر لأقرأ المناسب كيف تشرحها أحد صعب يقول لك لأي طوالي لا أعرف أنا أشترك أنا أشترك لأي فهمته بس يعني اللعبة والشي Survival Survival عندك سيارة عندك سيارة ايه دردع كذا اللي تقعد تصلحها وتضبط فيها والفكرة فيها انه فيه أظن سفينة فضاء أو شيء نازله من فترة وما تروكه وانت شغلاتك انك تروح وتنهب يعني شيء منها وتطلع تبغى تفقى بعدين يعني هذا الـ Setup على الأقل يعني اللي عرفته في اللعبة وفيها ضم نظام روغلاك بعد شوي بس ما تعمقت كثير يعني أكثر من كده يعني يوم شفت الوضع كده وجاء طاري أوتر وايلدز قلت اوك 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 نفسك نرجع لهذا ان شاء الله طيب ننتقل الى هاشتاق العاب سلاح نو نو عندنا أول مشاركة من علي 77 يقول اشوفكم سحبتوا على الموسيقى في جران بلو فانتسي ري لينك نقول موسيقى حقت بهموت فيرسا بالحالها تكفي نوف ما سمعتها أنا ما سمعت نسيتها مجل طاري موسيقى توقعت تقلمت عن موسيقى اسموهم محلوم موسيقى لعبت كرام بلو لعبتها خلصتها ترق سيرة سير 15 زائع يمدحون هاشش فيها نقولوا كنا لعب الجوالات ايه بيسي كنا لعب الجوالات صح chapter based نظامها عرفت واللي خطية بزيادة وفيها يعني زبدة اللعبة الاند كيم ترق ياخي ودي ودي للجي ار بيجيز يتبنون هالسلوب أكثر المبك اللي قاعد يصير ايه مبك لجي ار بيجي لازم تكون يعني كده ملحمة عملاقة بس تخسر حاجة هي تخسر الموضوع العالم كبير بس هم تبدين عليك ان كنت لعب القاتشا وشايف الأنمي يعني 16 لو كانت مراحل كانت بتكون أحسن صح بدل ما تكون عالم فارغ صح شخصا ما حاط صورة عرفتها شفت عرفت الميم اللي حكي سبونج بوب سبونج بوب و باتريك قاعدين يركضون في شارع ومسوطين هاي كذا وفيه هلاك الراعي المحلي يطل عليهم بالشباك زعلان حط اللوغو عند الزعلان نحط هولو نايت سيلك سونج واللي وسوطين هاي الدرق المعروفين شفيق اللي نعروفين قاعد قابل شفاي أحدث الستيم ديك وطلع لي تحديث كده هولو نايت كنت واني كذب على طول ما شوف إلا وجه المهرج أنا يطلع براسي صغير الحين على طاري سيلك سونج يودا يقول إيش قصة سلاش 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 ما فيها قصة لا فيها قصة لور ألعاب ولا ما أعطيهم القصة لور اللي في الشاتة عندكم مسئل أسأله ما يحتاج أبحثه في اللور نعم سوزي حركات أبو زاكي ليقرأ الحجر معين على الدرع المعين عشان تكتشف أسأل راعينها أسأل رواح دبي وأسأل دبي عندنا عدل عزيزي الخالدي يقول جزء مني مبسوط جدا بنجاحات فانل فانتس 7 ريبرث وجزء مني مغبون أن فانل فانتس 16 كانت عندها فرصة عظيمة أنها تقدم جيم بلاي أعمق وأمتع من فانل فانتس 7 بس جابوا العيد للأسف هل توقعون فانل فانتس 17 يتعلمون من جيم بلاي 7 أنك تجيب أكشن بنظام الأساس تون بيست أقدر ألعب كل أعضاء البرتي و أر بي جي عميق نمور المجد هذه مو مشكلة يعني مو مبعشان موضوع تون بيست هي المشاكل مشاكل ثانية مو مبادي أنا بس شيء واحد الكمبات اللي كان ودي فيه مثلا أنه يكون يعني بدك تغيير بين الأضاء البرتي صح شفت يعني قاعد أفكر في 16 هالأيام مع ري بيرث يعني لو تقارن مثلا لو قارنت 16 ب 7 ريميك و خلنا نفترض أنه الجاية من فريق يوشي بي هي بتكون شيء اللي يوازي ري بيرث المفروض يعني بناء والأساس حقهم في 16 أملي أنه الجزء التالي اللي بيتبعه يكون هو اللي ردة الفعل اللي فيك ينحط في لب الشغل يعني بالمحتوى وبالعمق وبال أنا شوف اللي قاتل سونا كما صار مع ريميك وري بيرث أيضا طيب أنا بس أتمنى معنا أبغى هاما جوتشي داركتر حق حق سكستين لا حق ريميك بيرث مور كرييتف داركتر كرييتف داركتر نمور تدري عدد هاما جوتشي كان شغال على 12 و 30 اي 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 ادري اي اي ادري اي 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 ادري اي 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 اعجبني مرة حتى مقابلاتها يعني واثق وغرزين وهو يقول انه احنا يعني لقينا طريقة في التطوير تخلينا احنا يعني نطور بشكل مرة سريع وكل سلاسة وكل شيء وفي مودة قصيرة تحمس مرة على ذا الشيء اصلا قاعد تتكلم عنه ومرة كان تتون حقه نواثق وما كان من نوع اللي اوف شف شكل هذا الشيء اي 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 او شف لا لا كان يعني يعني كان دائما يبغى في المقابلات انه دائما يتكلم عن المحتوى نفسه واللعب اي اي او هذا قاعد شوفه في ري بيرث قاعد شوفه قاعد شوفه هذا المحتوى اللي تودك فيه من اول انا ودي نخلص ري بيرث وعلى الأقل الملامح الجزء الثالث تبين اي صر نقدر انا ما ادري وش اتوقع من الجزء الثالث والصدق اذا هذا حجم ري بيرث الثالث ترى يكمل على الحجم ذا بس انه يضيفون اشياء جديدة اذا بالفعل مرة نقشنا انا احمد يمكن حتى في البودكاست او برا البودكاست مني فاكر ري بيرث بتشطح ارد هي بتشطح هي منتين منهم ذا اللي صار فانا لين نوصل لين نوصل واندي نتناقش على بينا ارد يعني فالنقاش هنا ما لفايدة لين ما نشوف يعني وش مسوينهم وهانت اتمنى اتمنى بس العاب فاين للجاية يعني يعني يشوفون اساس ري بيرث اللي يشتغل عليه ويجبون في الألعاب الجاية يعني خلاص يمشون على الخلطة تحس زي ما قال احمد انه فيه ثقة وصلوا اللي وصلوا بري بيرث وهم قالوا حنا بانين اللعب عشان نوصل متا كريتك فوقت السين يعني عارفين هذه الخطة من الأساس يعجبني انه ما اعطوها وضعية اليابانيين اللي اوه نجحنا شلون هذا وزاكي اللي قال لك الى الان ما نفهم السببب نجاح الدرنك انا كني سمعت انه كثير من اليابانيين ما يدونك بهردت الفعل انها زي اللي كذا هنبل انه عرف ايه اعرف اوه اجامل اوش زي كذا مو فعليا ما يدري يعني بس زي ما قلت ما قلت صدق يعني منعش الرجال بكلامه واخذهم فيدباك من الريميك شافوا الناس اللي كان يبغونها والشياء اللي حبوها وقاموا حسنوا فيه صح طيب عندنا عبدالعزيز يقول تقييمات الالعاب صارت هذا الجيل كثير منها تقييمات عالية وتكسر الارقام ما كسرت الارقام بس يعني يقول هل فعلا وصلنا لمرحة نضوج الالعاب الله كل الجيل نقول وصلنا لمرحة نضوج حسنوا 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 نشوف ألعاب كثيرة تكسر حواجز جديدة في التطوير أو حتى في تصميم الألعاب يعني عندك ألدن عندك زلدن ما أنويك حسنوا أحسنوا بدأت تقل نسبة الألعاب نشوف نشوف صار عندك أساس صار عندك ناس عارفين وصار في تخوف من المغامرة نشوف صار فيه جشع على الخدمات فيه جشع على الخدمات برضو فإذا تبغى أي شيء يعني كويس وكرياتي دائما الاندي هم يشطحون يشطحون يجبون لعب جديدة مرة بلاترو ثري دي هذا واحد اسمه ثري دي يموجي كنترولر يموجي قهوة 3D game coffee يمكن اسمه يقول بخصوص فانت سيفن جابا سكريبت يقول بخصوص فانت سيفن بتنزل على البي سي حسب تسريبات بعد ثلاثة شهور وعليها صحيح أو تسريبات يقول يبدو أني متحمس لها وبقوة ما قالوا أي شي أنه بتنزل ولكن حاطين في إعلانات فانت سيفن ري بيرث أنه ترى حصرية على البليستيشن بشكل مؤقت يمكن ثلاثة شهور الين 29 مي 29 مي ثلاثة شهور حصرية بس ليس شرط أنه 29 مي تلقى نسخة البي سي أتوقع وقت في السمر game fast أو أي سمر game fast يمكن يمكن يعلونه نسخة البي سي لا 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 أتوقع خريف أو خريف ريميك توقع قاعد سنتين أو سنة ونص استغيرت لكن ريميك كان حصرياتها سنة لا لا حطينها على غلاف اللعبة متأكد أماني فاكر لن يذكر أنه مطول قالوا كان الكلام أنه سنة لكن طولت قاعدت حول السنتين لا لا أظن طولت أكثر من سنة لكن الكلام مثل ثلاثة شهور حطينا الحين كانوا حطين سنة في الريميك ممكن من يفكر نحن في عالم سوني كناشر قاعدت تنزل بنفس اليوم بي سي و بلاي ستيشن يعني حقبة نحن في حقبة جديدة فالقواعد لم ترسم حتى الآن أتصور في هذه الأمور فما استغرب إذا صارت أسرع أرغب شي أحمد قام يجيب النسخة عشاني تأكد أتكد كانت مكتوبة كذا سوري ذكر كانت مكتوبة يمكن أغلاف هذا ثاني من بره لا يمكن لو أخذ الديشن العادي هو اللي فيه أعطني هذا الغلاف الكرتون أعطني مكتوبة دسكين ريبرت دسكين ريبرت دسكين إن شاء الله يأتيكم العادي آخر مشاركة عندنا من زي أكس سوليد يقول السلام عليكم السلام يقول هل في أحد منكم جرب يركب محاكيات على الأكس بوكس سيريس يقول أنا جربت أركب ونجحت معي طريقة وقدرت أركب موادات على ألعاب جيم كيوب يقول توقعون ليش ميزة مثل هذه ما تم تسويق لها لصالح أكس بوكس أول ما يسويقون ستأتيهم نينتندو ممكن تأتيهم سوني إذا كان في أنت معنا سوني ما يلحقون لهذا ستأتيهم ونقولوا لا تيك داون ولا قضية قضية في مرة صارت كان نظام محاكيات على الأكس بوكس كان أسهل من الآن ولما الناس اكتشفوا الطريقة وطلعوا يوتيوبر ينشرونها ومدري إيش وهذا قاموا ميكسوف قفروا عشان ما يدخلون في دواما فلس منسل ناقص الفانز ولا ناقص نينتندو بلاستيشن ولا ناقص المحاكيات مفاق عشان كده ما يسوقون لها ولا هي أكيد كمستخدم بالنسبة لنا ميزة رهيبة بس يدخل فيها القانون هذه المشكلة طيب كده خلصنا من الحلقة من ثلاثي بس مادد شوف نسخة فانسي اللي عنده في الجات هي كانت على التريلرز دائما ملاحظات ريبيرت تقصد كل الجزائي يعني بالنهاية نهاية تل لا لا بس أنا أذكر شفت الشاشة اللي بالنهاية جيب لك البلاي ستيشن هناك تكون الملاحظات تحت ما جزرت قال لا ما عليه شيء أنا فاكر بس أنا فاكر أنه مرة نزلوا تريلر ظهر الريميك أو الريبيرث زيذا ظهر نزلوا تريلر بالغلط وبعدين شالوه والظهر شالو بي سي شالو أول تريلر هذا كان هيا لماذا الملاحظة كانت تطلع في التريلرز لأنه أنت ملزوم أن تطلعها إذا ذكرت أنها حصرية فقانونيا لازم تذكر يعني القوانين الحصرية الفترة فعشان كذا ما توقعنا تكون على الغلاف إلا إذا كان عليه باج أنه بلاي ستيشن إكسكلوسيف وقتها لازم تبرر حتى فرسبوك كانوا يكتبون أنه 16 باج كان يكتبون أنه حصرية نسخة بي سي حقية ريميك سنة ونص حتى أكثر من سنة ونص بس الحين ممكن توقع بيسرعون الأصدار أشان أولا كان فترة كورونا نظرت فترة كورونا كانوا شوي صعب بالوضع ممكن أنا بلتنته وقت الحجر بس أتمنى نسخة البي سي من ري بيرث يشتغلونها إليها أكثر يعني يحطون التعب اللي تعب الففتين لنسخة الويندوز حقية الففتين ويندوز اديشن كان في لا بس هذيك لأنه أساس اللعبة كان ولا شي وبعدين أخيرا صارت لعبة على البي سي مع ويندوز اديشن هذه لا هذه جاي بي لك لعبة زينة لا لا أقصد أقصد كمحتوى أقصد كميزات البي سي نعم ميزات البي سي أعد سيفر ريميك رئي مكاركت مرة أي أوبشنز خفيفة محدودة جدا سيفر ريميك طيب أعطيكم عافية الحضور ويعطيكم العافية ومتابعين لأزاء نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة سلام